اه سلام عليكم. طالب التالت سنوي اهلا بكم. معاكم دكتور نصف علي. اه بازن الله هنكمل مع بعض منهج الفيزيكس والنهارده هنبدأ في اخر ستيشن لنا في شابتر تو. اه اللي هو تكملت طبعا احنا اخر حاجة نزلناها ليكم كان الجزء اللي بيتكلم على عن الماجنيتك تورك والجالفانومتر. وقلنا طبعا ان الجالفانومتر دوت اه هو كان اول على وقلنا ان بيطلع منه حاجة اسمها وحاجة اسمها وكمان هنعمل حاجة اسمها ونختم بحاجة اسمها تمام? اه حاجة مهمة جدا ولازم بيجي عليها اسئلها بازن الله في الامتحان تمام? اه في الاخر خالص بعد ما خلص شرح يعني انت خليك متابع معي وفي الاخر خالص هتلاقي ان انا هجمع لك كلها اللي انت هتشتغل بها تمام? اللي انا هتكلم عنها دلوقتي في حاجة اسمها اميتر حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها تمام? هدي لك تلات قوانين. التلات قوانين دول اه هيحلولك يعني بنسبة مسلا من تسعين لخمسة وتسعين في المية من هتتحل بتلات ايه? تلات قوانين علشان ما تشتتش نفسك وتلاقي الدنيا صعبة معاك. لأ هم تلات قوانين بازن الله هدهم لك. في الاخر خالص برضو هجمعهم لك. بس احنا نقولهم في خلال الشرح تمام? اه التلات قوانين دول هم اللي هزبطو لك الدنيا بتاعة ايه? وهتبدأ ان انت تحل اي بروبلم واي سؤال يقابلك. خلاص ماشي? طيب النهاردة بازن الله هنبدأ نتكلم عن اخر حاجة في شابتر اه تكملت ماشي? طيب ايه اول عايز اتكلم عنه? طبعا احنا سبقوا تكلمنا عن دلوقتي انا همسك ده وابدأ اعمله حاجة اسمها موديفكيشن يعني تعديل تمام? هعدل في اللي هو الجالفنومتر بحيس ان انا اطلع منه جديدة زي الاميتر زي الفلتاميتر ازود حاجات على الجالفنومتر اطلع الاميتر. خلاص? طيب تعال كده نبدأ ونشوف اه نتكلم عن الاميتر. هنتكلم عن ايه? الاميتر. تعال كده هنشرح الاول وبعد كده انه بقى نرجع تاني هنا للبوكلت. دلوقتي انا عايز اتكلم عن ايه? عن الاميتر. وركز معي كده? عايز اتكلم عن اميتر. طيب. الاميتر ده انت عارف وخدت الاميتر في شابتر وان. ان الاميتر ده كان مجر ايه? مجر الالكتريك كرانت انتنيسي. الانتانسي فيolithic كارانت ماشي اللي هو الاي. طيب ما احنا خدنا المرة اللي فاتت في السيشن اللي فات الجالفنومتر هو مجر الكارانت برضو. تمام? بس احنا حددنا الكارانت اللي هو مجر دي الجالفانمتر. وقولنا ان الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بتاعك بحيث ان انت تقدر تعمل لفاليو اكبر شوية تمام? فهتبدأ ان انت تعمل في الجالفانومتر بحيث ان انت تطلع اللي هو الاميتر مجر ايه دلوقتي? يبقى دلوقتي الاميتر ده هيبقى مجر الهاي وبرضو دي سي مين جميل. طيب انا دلوقتي بقول لك ان انا هعمل تعديل في الجالفانومتر. يبقى لازم ارسم الجالفانومتر. طيب الجالفانومتر ده نفتكره مع بعض كده. الجالفانومتر ده كان عبارة عن ايه? كن احنا لما بنيجي نرسم الجالفانومتر كنت بقولك ان انت معاك ايه? ركز معاك كده? كان بيبقى فيه حاجة اسمات تمام? كان فيه هنا وهنا وجوه كده كن احنا بنجيب ايرن كور صوفت ايرن كور اللي هو كان هاي برمابيلتي ويه كونسنتريشن بيعمل كونسنتريشن للفيلد. ومعانا ملفوف عليه من ايه? اللي هو كان ملفوف عليه ايه? تمام? وكنا بنطلع من هنا كده حاجة اسمها سبايرل مين? سبايرل سبرينجس كويل. اللي كانت بتديك حاجة اسمها ميكانيكال سبايرل تورك. الميكانيكال سبايرل تورك اللي كان بيعمل معه ها? بتاع الكويل بحيس يحصل ايه? ان البوينتر ستوبس اتا سيرتين ريتينج. ده الكلام بتاع الجالفانومتر مش هنعيده تاني. خلاص? طيب كان فيه هنا برضو اللي هو البوينتر وده كده السكيل. تمام? النهاردة بقى احنا عايزين الجالفانومتر ده نزود عليه حاجة بحيس ان الحاجة دي تخليلي الدفايس ده يقدر ان هو يعمل ميجرمنت للهاي دي سي كارنت. للهاي دي سي كارنت. طيب تفتكر دلوقتي انا بقولك عايز اعمل ميجرمنت للهاي. يعني كارنت ايه? كارنت كبير. ايه الحاجة اللي انا ممكن العب فيها وعدل فيها بحيس ان انا اقدر اجيب هاي كارنت. اكيد انت خدت في شابتر وون كده فتكر معي. كان معاك الريزيستنس الار اكوال الفي اوفر الاي. وساعتها في شابتر وون كنت بقول ان الريزيستنس افكتز اون الكارنت. الريزيستنس الريزيستنس. بس الريزيستنس بتأثر على ايه? على الكارنت. طيب. دلوقتي انت عايز ايه? انا عايز يعني كارنت ايه? ليه كبيرة. تمام? يبقى الريزيستنس اللي انت جايبها في القيل بتاعك تقدر تعدل فيها? اه ممكن. طيب انا لو عدلت في الريزيستنس ديت. تفتكر اجيب كبيرة ولا صغيرة? اكيد انت هتجيب ليه? لان انا بقولك انا عايز كارنت. كارنت كبير. فلازم انت تجيب ايه? صغيرة. يبقى الحل دلوقتي ان انا اجيب ايه? تمام. يبقى انا هجيبي طيب. اللي ديت هتخليلي فيه يبقى موجود. انا جبت اللي تمام. هوصلها فين معك جالفنومتر? علشان اقدر اجيب كمان. انا جبت افتكر برضو في شابتر وان كده? في كنت انت بتاخد حاجة اسمها الايه? في كنت بتقول ان بتطلع ايه? كبيرة. وبتطلع لكن في كنت بتقول ان بتكون صغيرة وبتطلع ايه? انا دلوقتي جبت سمول رزيستنس. سمول رزيستنس. اللي سمول رزيستنس ديت لو انا عايز اطلع منها ار اكويفلنت صغيرة عنها اكيد لازم اوصلها ايه? في السيركت? باريل. يعني دلوقتي اللي سمول رزيستنس ديت هتكون مع الجالفنومتر كيل ان ايه? ان باريل. خلاص? يبقى انا دلوقتي جبت سمول رزيستنس هوصلها مع الجالفنومتر كيل ايه? باريل. طيب ديت ملهاش اسم. ليها اسم. ديت بنسميها يبقى انا دلوقتي اضطلعت ان انا اجيب Ur Cort käytt ديت مع الجالفنومتر كيل. اسمها ايه? تمام? يعني ديت систانك ديت هتدي لها سيمبل ار اس. يبقى انت دلوقتي عشان تحول الجالفانومتر لاميتر. عرفت ان انت هتستخدم ايه? اسمها ايه اللي ديت? اسمها تمام? ديت هتكون طيب ازاي? هتيجي ترسمها في الجزء ده. اهو. انت معاك اللي متوصل بالايه? بالمعاك انت في اللي هي اصلاً بحاجتين. حاجة اسمها وكمان ايه? خلاص? طيب. وصلت معاه هنا. جميل? يبقى انت دلوقتي قدرت ان انت تجيب ايه? اميتر. يبقى اللي انت عملته دلوقتي عشان تطلع اميتر. عملت في الجالفانومتر ايه? ركز كده? لان اللي هيتقلل اميتر زيه هيتعادل ايه? للفولتاميتر بتعديل بسيط. تمام? انت دلوقتي اضطرت ان انت تجيب مين? اول حاجة انا جبت small resistance. اللي small resistance ديت connected in ايه? in barrel. طب اسم اللي small resistance ديت اسمها ايه? شانت resistance. والسيمبل بتاعها هيبقى ايه? الار مين? الار اس. خلاص? تمام? يبقى احنا دلوقتي عرفنا الاميتر جزي. يبقى الاميتر وعرفنا ازاي بنتطلعه. تمام? الفكرة اللي بيشتغل عليها. الاميتر انا قلتلك ان سواء الجالفانومتر او الاميتر او الفولتاميتر او الاميتر كل الكلام ده اصلا في الاصل طالع من ايه? من الماجنيتك تورك. فانت لو حابب تعرفلي هنا هتقدر ان انت تقول ايه? اول حاجة الماجنيتك تورك. تمام? ان ده كده على ايه? ده كده بيشتغل على ايه? ها? الماجنيتك تورك. الماجنيتك تورك اكتنج اون اكويل زي ما كنا بنقول. اكتنج اون اكويل لازم الكويل يبقى كاري كارينت وبليزت ان اكسترنال فيه. تمام? وتزود بقى. لو انت وقفت على كده يبقى انت جالفانومتر. لازم بقى تزود حاجة تقول ان انت شغال معه? الاميتر. ايه الحاجة الجديدة اللي ظهرت معاك? ان انت بعد كده هتعمل كونيكشن لسمور رزيستانس كولد الشانت رزيستانس. هتوصل بتسميها الشانت رزيستانس. هتوصلها ايه? مع الجالفانومتر كايل. خلاص? طيب دلوقتي المفروض بيبقى معاك اي. تمام? في اي اللي هو الكارينت اللي هيبدأ يدخل ده كده اللي هو الاي ايه? الاي توتل. ماشي. طيب شايف انت الجزء اللي تحت? ده بقيه بتاع الشانت. فالمفروض دلوقتي انت هتشتغل برا الكنيكشن عادي زي شابتر وان. يعني الاي ده لما يوصل للبوينت ديت هيحصل له حاجة اسمها ايه انت عرفها? ديستريبيوشن. هيتقسم. في جزء هينزل للشانت رزيستانس. فيكون في اي. وفي جزء هيطلع للجالفانومتر هيكون برضو الاي. تمام? بس انا عايز افرق ما بين الاتنين. الكارينت اللي هيمشي في الشانت。 الشانت اللي هي ار مين? ار اس. يبقى هتدي له كارينت. اي مين? اي اس. طيب الكارينت اللي هيطلع بقى للبارت بتاع الجالفانومتر. هيمشي في الجالفانومتر. يبقى ده اي. دخل للايه? لجالفانومتر. يعني جي. يعني دلوقتي انت معاك الاي. الاي. توتل ديت عبارة عن ايه? عبارة عن الاي اس بلاس مين? بلاس الاي جي. ده اصلا انت عارفوا منين? من البرال كونيكشن? ان عبارة عن الصن بتاع الايه? بتاع الكارنت في كلها. خلاص? تمام? طيب. يبه احنا دلوقتي شوفنا ازاي جبنا الاميتر. تمام? تقدر بقى انت تقول لي الشانت رزيستنس ديت ايه بتاعتها? يعني عملت عندك ايه الشانت رزيستنس ديت? هي عملت لك دلوقتي حاجات كتير. من ضمن الحاجات ديت هتعرف اربع حاجات. ماشي? ايه هما? اول حاجة انت بتقول ان هي يعني ايه? رزيستنس صغيرة. طيب. لو انت معاك وصلت ديت تفتكر بتاعت السركت كلها. تطلع كبيرة ولا تطلع صغيرة. ركز كده انت جبت صغيرة. وصلتها برايل. انت عارف ان في البريل ايه? الار اكويفلنت بتطلع ايه? اصغر من اصغر واحدة. فين اصغر واحدة? هي الشانت رزيستنس. فالار اكويفلنت بتطلع اصغر ايه? اصغر منها. خلاص? يبقى اول حاجة من بتاعت الشانت رزيستنس ديت ان انت بتقول ان الشانت رزيستنس بتخلي لك ايه? اول حاجة كده? ان الار اكويفلنت للسركت او للدفايس بت ايه? ديكريز. جميل. طيب ايه تاني حاجة? ما انت لو معاك اكويفلنت ديكريز? اكيد الاي ايه? الاي انكريز. وده اصلا انت عايزه. انت عايز ايه? عايز ديفايس ميجر الهاي دي سي كارينت. الهاي يعني لازم الكارينت يبقى انكريز. معنى ان الكارينت انكريز ايه? فاكر ان انت كان في الجال فانمتك عندك حاجة اسمهاких الالسكيل? الالسكيل بتاع الدفايس. ايه الالسكيل دو? الالسكيل ده اللي انت كان بيبقى معك فيه الادس. الالالسكيل الالسكيل الالسكيل. تمام? اللي هو كان السكيل? طيب ما هالسكيل اللي عندي دوث في الجال فانمتر كان ايه? كنا صغير. ليه? لان هو اصلا ما30 دي سي كارينت. تدلوقتي انا عايز ايه? عايز الالسكيل ده? يبقى صغير ولا كبير? مأكيد الاسكيل ده لازم يبقى كبير على قد اللي هتتحط الايه للدفايس لان انت هنا بتتعامل مع ايه? تتعامل مع ارقام كبيرة. يعني دلوقتي الار اي كويفلنت دي كريز. فهتخلي لك ايه? ان الاي انكريز. والاي انكريز ده يقول لك ايه? ده يقول لك ان الاسكيل بتاع الدفايس ايه? انكريز معي. تمام? طيب يا مستر دلوقتي لو الاسكيل ده انكريز. والكارنط نفسه انا دلوقتي بس ركز كده معيه. انت بتقول انателей ده مجر ايه? الجال فانمتر مجر الويك دي سي كارنط. كارنط ايه? صغير. دلوقتي ايه اللي حصل للكارنت? دلوقتي اللي انت شايفه ان احنا بنقول الكارنط ايه? بص كده الكارنط ايه? الكارنط ايه? طب ما هو الكارنط لو يعنز? الديويس اللي هو اصلا ايه? في للجالفنومتر لو تفتكر قلنا ايه كانت ساستين هاي واخد بالك كانت ساستين ما بيقدرش يتحمل ما بتحملش ايه الهاي دي سي كارنت هو اخر الويك فانت لما تجيب هاي كارنت ده ما فهوش خطورة على الجالفنومتر كيل الشانت رزيستنس هترد عليك هنا هتقولك ايه هتقولك دلوقتي تمام انا زودت لك ايه للآي الجميل بقى معك هاي ايه هاي كارنت بس ما تنساش حاجة اول حاجة قادي الهاي كارنت اللي داخل عندك كارنت كبير الكارنت ده في البوينت ديت هيعمل ايه هيحصله ديستريبيوشن هيحصله ديستريبيوشن طب منا دلوقتي جايب شانت رزيستنس الشانت رزيستنس ديت انا اقيل لك ان هي ايه بص كده سمول رزيستنس رزيستنس صغيرة واللي سمول رزيستنس تسحق كارنت ايه كارنت كبير يعني معنى كده ان الهاي كارنت اللي جاي عندك ده لما يعمل لما يحصل له الصغيرة هتسحب الكبيرة من والباقي الصغير يطلع يبقى بالشكل ده ها عملنا للجالفانومتر يعني دلوقتي الجالفانو دوت الجالفانومتر ده هياخد برضو بس الفكرة دلوقتي ان اللي داخل كله اتقسم في منه راح للشانت والسبب في كده ان ديت ايه والباقي اللي هو الصغير الباقي طلع للجالفانومتر فبرضو يبقى احنا عملنا ايه عملنا يعني كده خلاص يبقى دلوقتي كل الحاجات اللي عملتها لسه حاجة واحدة نقولها بس الحاجات دلوقتي اللي عملتها ايه ان الار ايكويفلن ديكريز الاي انكريز فخلى بتاعه انكريز ولما الاي انكريز هيحصل طبعا على الار اس والار جي بتاعت الجالفانومتر يعني الار اس الصغيرة تسحب الكبير يبقى دلوقتي هتعمل عندك ايه لالجالفانومتر خلاص اخر حاجة بقى مترتبة على السكيل والاي الاي ده لما يكون انكريز والسكيل ده يكون كبير انت نفسك لما تيجي تعمل ميجرمنت ما هو انت الشخص اللي بتعمل ايه بتعمل ميجرمنت انت اللي بتبصه وبتشوف لو انت بتبصه في السكيل الفاليوس بتاعته كبيرة وارقام واضحة وكبيرة اكيد انت مش هتغلط لكن لو الارقام قريبة لبعض تمام وصغيرة اكيد انت ايه لو السكيل الصغير اكيد انت هتغلط لكن لما يكون السكيل كبير معاك ارقام كبيرة واضحة تقدر تشتغل بها. تمام? يعني معنى كده ان ده يقولك ان افتكر كده فيقول السنوي كنت بتاخد حاجة اسمها لإيه? اللي هو الكلام بتاع قول السنوي تمام? فهل انت دلوقتي انت دلوقتي اللي عندك مع كبير انت دلوقتي نزبط ان انت تغلط ايه? ضعيفة. يعني فهتلاقي ان اللي ممكن يحصل عندك ايه? يبقى دلوقتي في معاك بتعمل اربع حاجات مهمين. ايه هم? ان فتخليك وده يقولك ايه? ان هيبقى ايه? هيبقى ديكريز. تمام? وكمان بتاخد الكارنت الايه? الكارنت هي سمول رزيستنس. الشانت الشانت هي سمول رزيستنس. فتاخد الهاي الهاي من الكارنت. والباقي يروح للجالفانومتر. يبقى هي عملت ايه? بروتيكشن. حاملت مين? الجالفانومتر قيل. تمام? فتقول ان هي بتعمل ايه? هي بروتيكت. خلاص? تمام. تعال نشوف الكلام ده كده. عندك هنا اهو. دلوقتي زي ما قلنا خلاص ان انت هتعتمد على زي ما شرحنا. وبعد كده تزود نقطة ايه? ان انت كشانت تحط نقطة اللي هي بتاعة تمام? بتاع ايه? زي ما قلنا دلوقتي الهاي وبرضو شغال على الدي سي. يعني انت الاميتر ده ما بيعملش للايه? للايه سي كارنت طبعا. الاسي كارنت احنا خدنا بسيط كده. على الدي سي والايه? والاي سي في الجزء بتاع الجالفانومتر. ماشي? بس هنتكلم بالتفصيل عن في شابتر سري. طيب. دلوقتي خلاص عرفناه? وقادي. يعني مسلا انا رسمت الجالفانومتر كامل. تمام? هنا احنا واخدين بس ايه? الجالفانومتر بالشكل ده. وموصل مع الشانترزيسنس تحت وخلاص. تمام? مش لازم يعني نرسم الفجر كامل. تمام? بس تبقى عارف ايه? تبقى عارف دلوقتي ان الاي اللي هيدخل للشانترزيسنس هتسميه الاي اس. والاي اللي هيمشي للجالفانومتر اي جي. ومين اصلا اللي برا? الاي توتل. فالاي توتل عبارة عن ايه? اي جي بلس الاي اس. جميل. وتبقى عارف ان فيه ار اس اللي هي والجالفانومتر بيبقى عنده ار جي. تمام? يبقى فيه ار جي وفيه ار ايه وفيه ار اس. طيب. اه ايه بقى الشانترزيسنس ديت? خلاص احنا قلنا الشانترزيسنس. هي اسمه تتوصل بريل مع الجالفانومتر قيل عشان تحول الجالفانومتر لاميتر وبتعمل الكريز بتاعه. تمام? الرنج اللي هو السكيل. سكيل هو الرنج. مفيش فرق. طيب بتاعيتها ايه زي ما قلنا? اول حاجة بتزود لان الكرانت بيبقى كبير. هو السكيل. تاني حاجة قلنا ان هي ديكريز. ايه? ديكريز. تالت حاجة الارور اللي ممكن يحصل معاك سكيل كبير رنج كبير يبقى الاس ايه? يبقى هيبقى قليل. يعني واخر حاجة قلنا ايه بس كده. بس كده. بس كده. يعني الكرانتر يعني الكرانت الكبير بيروح للشانت رزيستنس الصغيرة. والقلية اللي يطلع لايه? للجالفنومتر. يبقى احنا عملنا للجالفنومتر. اه طبعا الاميتر انت عارف من شابتر وان ان هو بيكون في السيركت اللي عنده. الله سمام? طيب كده احنا يعتبر خلصنا جزء كبير في الاميتر. بقى ايه? شوية القوانين اللي احنا لازم نبقى عارفينها علشان الجزء بتاع ايه? بتاع البروغمز. طيب. تعال نشوف ازاي هنجيب الايه? الرولز ديت. احنا عايزين نجيب ايه دلوقتي? بص معي. انت دلوقتي بتقول ان هنا مسلا ده كده يعني هتوصل معاه ار اس. ار اس اللي هي مين? الشانت رزيستنس. تمام? طيب كوننكتد ايه? ماشي. ايه بقى الحاجات اللي انت لازم تبعرفها? ان انت برا هنا في الاي توتل. حصل الاي توتل ايه? اتوزع وتقسم على الار اس. فياخد اي وعلى الار جي تاخد مين? تاخد الاي جي. ماشي. دلوقتي بقى احنا عايزين نطلع اول حاجة الار اس الرول بتاعها ازاي. تمام? لو انت عايز تجيب الار اس بص معايا كده. هو انت ده نوع ايه? في البرل كنت بقولك ان الاي بتتقسم وبتتوزع وتتغير. لكن الفي بتفضل ايه? بتفضل كوست. اللي اللي بتفضل ايه? بتفضل كوست. طيب اللي بتفضل كوست يعني ايه? يعني بقى يعني ايه? يعني ال في في توتل. هتوبى ال الو اي جي مش انت معاك هنا وهنا اي جي لو عملت الالتنين دول اي فا ار يديك فيه. طب هنا اي جي يببى عندك فيه هنا الو بتاحت اي اس يبيبى في عندك ايه? الو اس يبقى معاك في جي معاك في اس معاك ايه? المفروض كل التلاتة دول هيبقوا ايه? ايكوال بعض. يعني معاك الفي ايكوال الفي جي ايكوال الفي مين الفي اس. تمام? ما فيش مشكلة. طيب معاك الاي بقى. الاي احنا قلنا الاي ديستريبيوتيد ولسه يديني ان الاي هتبقى عبارة عن ايه? اي جي بلس الاي مين الاي اس. جميل. طيب دلوقتي انا هقسم شغلي لحاكتين. هقسم الشغل لحاكتين. طبعا البروفيس مش عليك. ماشي يعني انت مش هتحفز يعني بس لازم تبقى فاهم الحاجات جات منين. مش بتبقى تحفز وخلاص يعني. ماشي? دلوقتي انا همسك الفي جي مع الفي اس مرة. وهمسك اه خلينا نمسك دي الاول. ماشي? كده الفي جي اكوال الفي اس. فك الاتنين. معاك الفي جي اي جي فار جي. اكوال. معاك الفي اس. اي اس. طايمز ار اس. جميل. انا عايز اي دلوقتي. انا عايز اجيب الشانت رزيستنس. عايز الار مين? الار اس. يبقى هتمسك الاي اس توديها تحت الاي جي في الار جي بالدفايد. يبقى الار اس دلوقتي اكوال. اي جي طايمز ار جي. اوفر مين? الاي اس. طيب بص كده معايا. الاي اس من هنا. اكوال مين? انا لو عايز الاي اس من فوق. هقول ان الاي اس اكوال. هود الاي جي برا بايه? بالمينس. يعني الاي اس ستبقيه اكوال الاي مينس الاي جي. تمام? يبقى دلوقتي تقدر تقول ان الار اس. ديت عبارة عن ايه? عبارة عن اج طايمز اج اج فريج عال اي. مينس اج. اي جي طايمز ار جي. اوفر الاي مينس ايه الاي جي. ليه? لان الاي اس نفسها عبارة عن الاي مينس ايه الاي جي. يبقى انا لو عايزي الرول بتاع الشانت رزيستنس يقول لك الكالكليت اوف الار اس على طول اج في رجع الاي مينس اج. اي جي طايم از ار جي اوبر اي مينس ايه? مينس الاي جي. تمام? طيب مش هنحل انا مدي لك الرول دلوقتي ماشي? خلاص احنا قلناه. بس مش هحل بيه معك كتير. يعني هو ممكن استخدمه انه قلت لك ايه? في تلات قوانين هيحلولك خمسة وتسعين في المية من البروبلمس وانت حطت رجل على رجل. ماشي? ده مش منهم. اللي هيطلع عليك دلوقتي اول رول منهم. تمام? طيب تجيبوا ازاي? خد الفي مع الفي جي. لو انت خدت الفي اكوال الفي جي. فك الاتنين كده. الفي عبارة عن اي فا ار اكويفلنت. اكوال الفي جي. الفي جي عبارة عن ال اي جي. ار جي. تمام? طيب. حد يقدر يقول. حد يقدر يقول. الار اكويفلنت ديت بكم? تفتكر بكم? او ايه الرول بتاعها? ها? فكر كده معي. الار اكويفلنت. على فكرة انت عارف الرول بتاعها. طب هجيبي الار اكويفلنت ازاي? ارجع كده. ارجع. لشابتر هون. انت معاك ايه? تو رزيستنس. في تو رزيسترز. ار اس و ار جي. اللي اتنين دول كونيكتد ايه? انباريل. طب ما انت معاك الكونيكشن باريل. ها? تو رزيسترز ار كونيكتد انباريل. تشتغل بايه? ار وان طايمز ار تو عال ار وان بلس ار تو. طب ما هنا تشتغل ايه? ار جي تايمز ار اس اوبر الار جي بلس الار اس. يعني من هنا انت ممكن تطلع رول دلوقتي ان ار الاميتر. ار الاميتر. اللي هي ايه? الار توتل الار اكويفلنت. الار اميتر هنا تبقى ايه? الار جي طايمز الار اس اوبر الار جي بلس الار اس. تمام? ماشي. طيب انا دلوقتي عايز ازبط الاكوشن ديت شوية. فهعمل ريشيو ما بين الاي لوحده والار لوحده. او الار لوحده. ماشي? همسك مثلا الاي جي اعملها ديفايدد الاي. يبقى اي جي اوفر الاي. انا مشيت ازاي? من هنا اي جي اوفر الاي. فهرجع كده. يعني ار اكويفلنت اوفر مين? الار جي. تمام? طيب شايف الار اكويفلنت ديت? اه شايفها. مالها? اهي. ار جي في ار اس على ار جي بلس ار اس. طيب ما تيجي تعوض بيها. يعني دلوقتي ار جي طايم از الار اس اوفر الار جي بلس الار اس. كل ده بقى ديفايدد مين تحت? لسه في الار جي. طيب بعد كده هتلاقي ان الار جي تكنسل الار جي. يعني يتبقى لك الاي جي اوفر الاي يبقى ايكوال ار اس اوفر الار اس بلس ار جي. وهو ده اول رول هتحل بيه اي حاجة في الاميتر. اي حاجة في الاميتر. اكتب كده اي جي اوفر الاي اكوال ار اس اوفر ار اس بلس ار جي. هتعرف تحل وهتلاقي كل حاجة موجودة معك. تمام? شايف ده? ار اس ايكوال اج في الار اج على اي ماينس اج. لو اي جي تايم از ار جي اوفر اي ماينس اج ilgili ما بيحلش ليك كل حاجة. تمام? ده بقى بيحل لك ايه? كل حاجة. طب مين ده اصلا? او اسمه ايه? فاكر الجالفانومتر كان ليه حاجة اسمها finds life. iht. لے الجالفانومتر اللي هي كانت سيتا اوفر الاي. تمام? هنا بقى sense safety الاميتر مين? الاي جي اوفر الاي. يعني ده الاس. ده مين? ده الاس. يبقى كده عبارة عن اي جي افر الاي اكوال ار اس افر الار اس بلاس ار جي. بس انت بقى مش هتكتب اس والكلام ده. انت هتبدأ على طول بايه? بال اي جي افر الاي اكوال ار اس افر ار اس بلاس ايه بلاس ار جي. خلاص تمام? ماشي. يبقى انا عايز اطلع من هنا بايه دلوقتي? انا عايزك تعرف لي دلوقتي ان الاي عبارة عن اي جي بلاس اي اس. اكتب بقى. اكتب اي كوال اي جي بلاس اي اس وان الاي اس برضو هتبقى اي كوال اي مينس اي جي وان الار اميتر الار اميتر اهيه ار جي time is ار اس اوبر ار جي بلاس ار اس وهسألك سؤال عليها دلوقتي وان الار ممكن تجيبها من اي جي time is ار جي او احفظها اج في رجع اي منس اج لو انت عايز السن سيفتي ومش هتطلب منك سن سيفتي والكلام ده بس انت لو عايزها يعني تمام بس انت اصلا مش موضوع ان انت عايزة? انا بقول لك ان انا حل معاك. يعني بص اسئلة الهومورك اي اسئلة. مش هتلايني بجيب سيرة الار اس ايقوال اي جي فار جي عال اي ماينس اي جي. هتلايني دايما ايه? اي سؤال اميتر? تلايني بارزع لك القانون ده. اقول لك اي جي اوفر الاي اكوال ار اس اوفر ار اس بلاس ار جي. دايما. انت لو هتيجي تحل بده. مش هخليك تحل بيه اصلا. تمام? لازم تفضل تحل بايه? اي جي اوفر اي ماي اي جي اوفر الاي اي اكوال ار اس اوفر ار اس بلاس ار جي. تمام? هتاخد كمان قانونين نفس الايه? الشبه. واحد للفولتاميتر واحد للاميتر. التلات قانونين دول تحلي بيهم كل البروبلمس بتاعة الديفايز. عشان ما ايه? ما تتعبش دماغ. خلاص? تمام. طيب قلت لك ان انا هسألك نقطة كده على الار اميتر. تفتكر مين اكبر? مين اكبر من التالي? الار اميتر? ولا? ركز الار شانت? ها? ولا الار جي? اكيد اكيد يعني لو الار جالفنومتر صغيرة ما كناش احتاجنا ان احنا نقللها عشان تجيب هاي كارنت. فاكبر واحدة فيهم هي الار جي. اكبر واحدة فيهم هي الار جي. تمام? طب الار جي اكبر. عرفنا? الار اميتر اكبر ولا الار شانت اكبر? نركز. هو مين طلع من مين? انا دلوقتي الار اميتر هي الار اكويفلنت. والار اكويفلنت ديت. هل بتيجي من الار جي بس? ولا الار جي والار شانت? لما يتوصلوا برايل. تيجي من الار جي والار شانت لما يحصل كونيكشن ايه? برايل. طب ما دلوقتي انت معاك الار شانت ديت صغيرة. فطلعت منها الار اميتر من اللي هي الار اكويفلنت. وانت عارف دلوقتي ان الار اكويفلنت ما لها الار اكويفلنت مين اصغر واحدة في الاتنين دول الار اس ولا الار جي? الار اس هي صغيرة. فالار اميتر بتطلع اصغر ايه? اصغر منها. يعني اصغر حاجة دلوقتي هي الار اميتر. فممكن بقى يقول لك الارشيو بتوين الار شانت للار اميتر. مور زان وان اكوال وان ليس زان وان نو كوريكت انسر. لازم تبفاهم او ايه? او يقل بيقول لك الارشيو بتوين ار اميتر على الار شانت. ار شانت على الار جالفانومتر. كلام ده. لازم تبواخد ايه? بالك منه. خلاص تمام? يعني فاضل كم حاجة في الاميتر ويبقى ايه? الاميتر خلاص. ماشي? تعال كده نشوف الكلام ده في البوكلت. اهو الرول اللي انت هتشغل بيه. الار اس ايكوال اج في رجع الاي مينس اج. اي جي في ار جي اوبر الاي مينس اي جي. وقلت لك من الرولز المهمة جدا اللي انت لازم تبواخد بالك منها. ان الار اكويفلنت اللي هي الار توتل اللي هي الار اميتر كلهم بمعنى ايه? معنى واحد. عبارة عن ايه? ار جي في ار اس اوبر ار جي بلاس ايه بلاس ار اس. تمام? وهي النقطة اللي انا قلت لك عليها ان الار اميتر هتوب بقى سمولر زين الار شانت سمولر زين الار جالفنومتر او ان الار جالفنومتر هاير زين الار شانت والار شانت هاير زين ايه? الار اميتر. خلاص? طيب. الرول بتاع السنسلفتي اللي هنشتغل بيه دايما يجي لك سؤال اميتر تكتب الرول ده. خلاص? عشان ما زعلش حد. انا بقول لك حل بالرول ده. ما تبصش لغيره. هيحل لك. مش هتجربه. يعني انتم بصوا هتجربه هتشوفه الاسئلة. وهتجرب تحل بالرول ده. لو في حاجة ويفت معاك وبقى ايه? حاسبني يعني. خلاص? يبا انت ايه? دايما تشتغلي بالرول ده. اي جي افر الاي اكوال ار اس افر الار اس بلاس ار جي. تمام? لان البوكلت الاسئلة اللي انا حطيتها فيها حاجات واسئلة زي ما انتم عارفين يعني. مش هتعرف تحلها بالرولز اللي فوق. مستحيل. ملهاش حل غير مين? غير الرول ده. فانت رايح دماغك. الرول ده بيحل كل حاجة. بيحل لك كل حاجة. تمام? طيب. اللي هو الرول بتاع الاميتر سنس سافتي اي جي افر الاي اكوال ار اس افر ار اس بلس مين? بلس الار جي. تمام? طيب تعال نشوف الجرافز ديت كده احنا فضل لنا الجرافز في الاميتر والجزء ده. والجزء ده انا اللي حطه يعني. ماشي? هو مش في الايه? مش في الكتاب. لهم الخمس حاجات دول وهنزود عليهم كمان واحدة. اه هنقولهم مع بعض. طيب نشوف كده الجرافز ديت ونطلع السلوب? معاك هنا على معاك هنا على يعني انت لو عايز دلوقتي السلوب تعمل لي على تحت اللي تحت يطلع فين? يطلع فوق. يعني ديت اي اس. مين اي اس ار اس? ديت تلات حاجات. تلات حاجات? اه. ايه هم? مش الاي في الار هيا الفي? تمام? يبقى الاي اس في الار اس هي الفي اس. ركز بقى مش انت اصلا معاك الار كنكتة مع الجالفنومتر? اه. يعني الفي اس اكوال الفي جي اكوال مين? الفيتوتل. يعني الاسلوب بتاعك هنا ممكن تقول انه هو ايه? هو الفي اس او هو الفي جي او هو الفيتوتل. تمام? شوف اللي بعده معاك انت هنا اي وهنا اي جي وهنا وان اوفر الار اس. تمام? بس خلي بالك من حاجة. ان انت هنا الجراف بتاعك الستريت لاين ده. ما طلعش منين? ما طلعش من الزيرو. في انترسيبشن. في انترسيكشن من هنا. انترسيبتت مع الواي ايه? مع الواي اجزيس. اللي هي فاليو الاي جي. حلاص? الرول بتاعك كان ايه? اه? اي جي. طايم از ار جي. عال اي مينس الاي جي. تعرف لو اي بس? كنت هتشتغل ويطلع من ايه? من الزيرو. لكن اي مينس الاي جي. فده السبب ان حصل عندك ايه? ان انت بتاعك ما طلعش منين? ما طلعش من الزيرو. خلاص? طيب. انا لو عايز الاسلوب هنا. الاسلوب هنا عبارة عن ايه? اي. ما انا باخد دلتا اي اوفر دلتا اكس. اي. بص بقى. انا هنا. مسلا خدت الارش هوند مع الزيرو. تمام? دلوقتي انت هتاخد الاي مع الاي جي. بس بتعمل ايه? دلتا. يعني بتعمل ما بين الاتنين. يبقى كده الاي جي. اوفر مين. اوفر الشانت رزيستنس. اللي هي ار مين ار اس. طيب ما تحت اللي تحت بيطلع فين? بيطلع فوق. يعني الشانت رزيستنس تطلع فوق هنا. يبقى كده الاي مينس الاي جي في براكت لوحدها. هيبقى طايمز ايه? الار اس. خلاص? طيب شوفوا كده تاني. يبقى اي مينس الاي جي. طايمز الار ايه. الار شانت اللي هي الار اس. شايف فوق كده? ادي الاي مينس الاي جي بلون تاني اهو. اي مينس الاي جي. فانت لو عملت دلوقتي الاي مينس الاي جي كل ده طايمز الار شانت. او من الاخر الطريقة اللي احنا بنشتغل بها. انت عايز الاسلوب صح? اي مينس اي جي كل ده في الار اس. شيلوا من الرول واكتب الباقي. انا لو شلت الاي مينس اي جي وشلت الار اس هيتبقى لك مين? اج في ايه? اج في رج. يعني اي جي في الار جي. مين بقى الاي جي في الار جي? تلات حاجات برضو. نفس التلات حاجات دول. اللي هي الفي اس او الفي جي او الفي توتل. ليه? لان اصلا انت معاك هنا الكوننكشن نوع ايه? يعني الفي توتل هي نفسها الفي جي هي نفسها الايه? الفي اس. تمام? يا بادي الوقت يطلع السلوب بتاعك في جي. يعني احنا بنتعود ان احنا نعملها ايه? الفي بتاعت الجالفنومتر بس ما فيش ما فيش اي مشكلة ان انت تقول في جي او في توتل او ايه? او الفي اس. طيب اخر جراف معاك هنا? انت هنا معاك عال واي اجس اي جي. معاك ايه? اي جي. ومعاك هنا على ال اكس اجس في الاي. طبعا لو حبيت تجيب الاسلوب هتعمل اي جي اوفر مين? اوفر الاي. طب مين الاي جي اوفر الاي? احنا لسه اخذين الرول دوت اللي هو رول ايه? بتاعت الاميتر. يعني الاي جي اوفر الاي هي الاس. اللي هي الايه? او ممكن تقول ان هي ايقوال مين? ار اس. اوفر الار اس بلس مين? الار جي. خلاص تمام? دي كده النقطة بتاعت ايه? الجراف. طيب. اخر نقطة دلوقتي في الاميتر علشان يبقى الاميتر كله خلص. اه النقطة دي تركز كده في الكلام اللي انا هقوله. يعني الحاجات ديت بتيجي ممكن في امسك يو. اه بس الحاجات ديت مش مكتوبة معاك في الايه? في الكتاب. تمام? دلوقتي انا عايز اعرف افكت. الار الشانت تأثير الار اس ديت على كم حاجة? ستة حاجات. هو هنا في البوكلت نكتوب خمسة بس انت ايه? يعني انتو في الحصة اصلا انا نخليكوا ايه? هخليكوا تزودوا كمان نقطة. تمام? ايه هم الخمس حاجات? اول حاجة انا عايز اعرف الار اس هتعمل ايه في الار اميتر? في الار اكويفلند. تاني حاجة عايز اعرف الار اس هتعمل ايه? في الاميتر سنستافتي. تمام? عايز اعرف كمان حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها واخر حاجة بقى اللي احنا اصلا كنا قلنا في حاجة اسمها انا عايز اعرف بقى الار شانت ديت لما ايه الريليشن بينها وبين الست حاجات دول? ماشي. تعال نشوف واحدة واحدة كده. ايه الريليشن بين الار شانت مع الست حاجات دول? اول حاجة مثلا هقولك ان الار اس ديت اللي انت جبتها هي كانت ايه? هي كانت سمور رزيستنس. رزيستنس صغيرة. الار شانت ديت ممكن ايجي اغير فيها. اغير فيها ازاي? هي اصلا لها فممكن انت او ايه? او ديكريز. دلوقتي لو جيت قلت لك الار شانت ديت ديكريز. قلت. ايه اللي يحصل للست حاجات اللي انا قلتهم? ايه هم تاني? اميتر سنستافتي. الار اميتر او الاكويفلنت رزيستنس للاميتر. وكمان الاميتر اكيورسي. اميتر بروتيكشن. اميتر رينج او سكيل. وكمان الارور الميجرمنت اللي ممكن يحصل. تمام. دلوقتي لو انت عايز تعرف الار اس ديكريز. امسك واحدة واحدة كده. ايه اللي يحصل مسلا كبداية الار اكويفلنت? الار اكويفلنت الرول بتاعها هنا ايه? ما هو الار اكويفلنت هنا هي الار اميتر. والاميتر جاي من حاكتين بارل مع بعض. اللي هم الار جي والار ايه? والار اس. يعني دلوقتي تقول لي هنا اار جي في اار اس على الار جي بلس الار اس. جميل. الار اس ديكريز. عايز اعرف الار اكويفلنت ايه? مش الار اكويفلنت كانت اصغر من الار شانت? وبتطلع دايما اصغر من اصغر رزيستنس? يعني بص ده انا عدتها كتير النقطة ديت. اعدت اقول لك ايه? ان انت معاك باريل الكنيكشن. باريل الكنيكشن يعني الار اس ديت. الار ديت ديكريز. وهي كونكتد باريل. فاللي بيطلع اللي هي بتطلع يعني الار اس اللي هي الصغيرة فاللي بيطلع اللي هي الار اكويفلنت لازم تبقى اصغر منها برضو. يعني كده عرفت ان ما لها? اول حاجة كده الار اكويفلنت تتوب ايه? يعني كده ركز بقي على الريليشن! الريليشن بتوين الار اكويفلنت والار اس هنا؟ الريليشن دايريكت! لانه مش لازم يقولك ان الار شانط ديكريز افترض الار شانط انكريز يبقى الار اكويفلنت انكريز يبقى كدو تعرف اولرتين اللي اتنين دلوقتي دول ايه دايريك مع بعض. طيب تاني حاجة. عايز اعرفها اللي هي النقطة اللي بتلغبطكو كلكو. اللي هي النقطة بتاعت الايه? انا لسه اقول لك ان ايه? ايه? عبارة عن الاي جي. جميل. طيب دي ات هيحصل لها ايه? لو انا ركز معي كده. ايه اللي حصل? الار اكويفلنت? الار اكويفلنت? على جنب كده معناها ان الاي بتاع السيركت ايه? تاني. الار شانت دي كريز مع الار اكويفلنت يبقى الار اكويفلنت دي كريز. ولما الار اكويفلنت دي كريز هي انفرس مع الاي يبقى الاي ايه? الاي انكريز. وهو انت دلوقتي لو الاي انكريز. ايه بقى معنى ديت? هو الايه? يعني انت عندك بالعربي اصلا دي يعني ايه? عارفها ايه? عارفيني ديت يعني ايه? بقى ليش نقولها بالعربي? ماشي. تمام? احنا قلناها في ان هي معناها ايه? الحساسية. تمام? حساسية للكرنت. يعني ايه بقى بالعربي حساسية? اللي هي الحساسية ديت يعني اللي معك ده بيتأثر بالكرنت. ببيرسنت ايه? يعني دوت هو بيتأثر بايه? يعني انا ممكن مسلا اقول ان انا عندي من ايه? من اي حاجة موجودة اي حاجة موجودة انا بخاف منها مسلا انت بتخاف منها عندك حساسية من حاجة معينة اللي هي الفوبيا من حاجة معينة تمام? فهل كل الناس كل الناس عندهم نفس اللي هي عندك ديت? انت لو بتتأثر بحاجة قليلة ركز بقى في الجملة ديت. لو انت بتتأثر بحاجة الفاليو بتاعتها اصلا صغيرة يبقى عندك ايه? عالية. تاني كده? معنى ان انت تتأثر انت انت بتتأثر بحاجة. الحاجة ديت ليها فاليو صغيرة. ليها فاليو ايه? صغيرة. طيب انت نفسك بتتأثر بيها. يبقى انت بتحس بيها. ها? هزن وصلت. يبقى الحساسية ديت اللي هي انت بتحس بيها ولا لا? فانا لو معايا الكارنت كبير. الكارنت ليه فاليو ايه? كبيرة. طب ما هو لو الكارنت كبير? السن سيفتي تكون ايه? لو اصلا حاجة ليها فاليو كبيرة. واخد بالك فاليو كبيرة. طب ما هو الفاليو كبيرة اي حد يتأثر بيها. الفاليو الكبيرة اي حد هتبقى ظهرة لنا اي حد يقدر ان هو ايه? يتأثر بيها. لكن الفاليو الصغيرة الفاليو الصغيرة ها? مش اي حد بيقيه بيعرفها ومش اي حد بيحس بيها. تمام? يبقى دايما 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 مع الفاليو هي عكسها. يعني معك كبيرة لها تكون قليلة. ما هو اي حد هيحس بيها. يبقى هنا قليلة. لكن الصغيرة لأ. ده اللي حس بها يبقى عنده ايه? كبيرة. خلاص? يا ريت تكون وصلت لكم. دلوقتي انت معاك الاي ليه كبيرة? الاي ليه كبيرة? يبقى بالنسبة له ايه? ما هو الاي لي كبيرة? الكبيرة اي حد يحس بيها? يعني دلوقتي السنسافتي تكون ايه? تكون قليلة. جميل? طيب دلوقتي بعد كده ايه? في معاك تلت حاجات شبه بعض. تلت حاجات شبه بعض. جايين من مين? معتمدين على الاي. هو الاي ده لما يكون. الاي ايه? الاي انكريز. اللي هو الرنج بتاع الدفايس. اللي هو ايه? الرنج. اللي سكيل اكيد ايه? ما هانت تزودت الكارنت. فلازم تجيب سكيل كبير عشان ايه? تحط عليه الارقام بتاعتك. يعني اللي سكيل كده انكريز. طيب. الاكيريسي. يعني الاكيريسي. دقة الدفايس. الدقة. الاكيريسي اللي هي الايه? الدقة. يعني انت هتغلط ولا مش هتغلط? انا دلوقتي بقول لك الرنج بتاعك اللي سكيل بتاعك ده ايه? كبير. سكيل كبير تقدر تعمل بيه تعمل منه مجر منت كويس. يعني الاكيريسي بتاعتك تبقى عالية. مع انت معك سكيل واسع لارقام كبيرة زهرة واضحة بالنسبة لك هتقدر انت تعمل بسهولة. يبقى الاكيريسي اللي عندك ايه? كبيرة. طب بمناسبة نقطة الاكيريسي الكبيرة. لما تكون الاكيريسي عالية. هل انت هتغلط? اكيد لا. يعني يبقى ايه? يبقى تمام? علشان دي اخر نقطة هنقولها اصلا. طيب فيه معاك قلنا فيه كمان ده اصلا احنا اتكلمنا عنه في جزء ان فاكيد ها الصغيرة الصغيرة تاخد الكبير والباقي يوصل فبتعمل للايه? يعني يكون عالي. تمام? مفيش غير مين بس في الاخر. بص كده. اللي هو اللي انتو هتزاودوها معاكو. الارور ان ايه? الارور ان مجرمين. ما هالاكيريسي كبيرة? يبقى الارور ايه? الارور القليل. تمام? شايف بقى انا مش عامل لك ايه? الوان من دماغي. انا محدد لك ايه? بالاحمر 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 التلاتة دول شبه بعض ايه? دي كريز دي كريز دي كريز. ازرق وازرق وازرق تمام? طيب هستفد بايه من هنا? انا ممكن اختصر لك الكلام ده كله في الجملة اللي انت هتكتبه هنا. تمام? دي بقى تتكتب معاك. ايه هي? ان انا هعمل لك ريليشن. هعمل لك ايه? ريليشن. طيب هكتب لك الارشانت. ادي الار اس. الار اس ديت هي دايريكت مع حاجات وانفرس مع حاجات. يلا نعد كده بنفس الالوان اللي مكتوبة. هو انا لما بعمل دي كريز للارشانت. دي كريز للارشانت. ايه اللي حصل او ايه اللي دي كريز زيها? الارشانت دي كريز. فلاقيت ان الار ايكويفلنت باللون الاحمر يلا. الار ايكويفلنت دي كريز زيها تبقى ريليشن دايريكت. الار ايكويفلنت. طيب ايه كمان? لقيت السنستافتي دي كريز. يبقى السنستافتي دايريكت. ايه كمان? لقيت في الاخر الارور الميجرمنت. يبقى الارور الميجرمنت دايريكت بايه? دايريكت معا. تمام? طبعا انا بحاول ان انا سهلها عليك بس. تمام? لكن انت لو فاهم الكلام ده. خلاص ملاهاش دعوة دي ايه? انا بس بديهلك ليه? علشان انت ممكن مش كل الناس هتفهم الجزء ده. تمام? مش كل الناس هتفهم الكلام ده. فالاسهل بقى انت تحفظ دي وتب عارف ده مع ده. تمام? بنفس الايه? التقسيمة اللي انا كتابها كده. طيب بص بقى هي مع ايه? مع تلات حاجات. خلى لك خلى لك خلى لك كمان يعني معاك معاك كمان معاك في الاخر ايه? ها? في وفي وفي يبقى فيه كمان هنا ايه? فيه كمان هنا خلاص? تمام? يبقى زي ما انتم شايفين دلوقتي الجزء ده اللي انا شرحته دلوقتي مهم جدا مش موجود فين? مش موجود في الكتاب. مش هتلاقيه اصلا في الكتاب خالص. بس انا هتطلق عليه اسئلة في الملزم. في البوكلت كده معاك الجزء ده في الشرح. هتطلق عليه كمان اسئلة. خلاص? كده خلصنا ايه? الجزء بتاع الاميتر. يبقى دي الجزء اللي انا بتكلم عليه دلوقتي اللي هو الاميتر مين? الاميتر سنس تافتي. اللي هي رشيو بتوين كان بي ميجرد باي جال فنومتر قيل. آآ بفور كونيكتنج الشانت يعني انت بتشوف الكارنت الاي جي اللي هو اصلا قبل ما توصل الشانت رزيستنس مع الكارنت الاي توتل افتر كونيكتنج شانت رزيستنس تمام? بعد ما بتوصل الشانت رزيستنس. لآخر مرة الرول اللي هتشتغل بيه للاميتر ولو قلت لي اي رول تاني مش هقول لك والله ان هعمل فيكو ايه يعني? في الحصة كده لما تيجي اقول لك اشتغل كده تيجي لك للاميتر ولقيك كتب لي اي رول غير دوت? الله اعلم وممكن اعمل فيك ايه? صراحة. ماشي? اميتر يبقى تيجي تروح جايي كاتب الرول ده لآخر مرة هتكتب اي جي اوفر الاي اكوال ار اس اوفر الار اس بلاس ار جي بيحل لك خمسة وتسعين في المية من البروبلمس وانت حاطة رجل على رجل. خلاص? الجزء اللي احنا لسه يلينه بتاع الار ايه? الار شانت? تهتم بالجزء ده كتير. والتأسيمة اللي انا عملتها دية تكتبها معاك علشان مهمة وتقدر ان انت ايه تشتغل بها. طيب خلاص احنا شفنا الاميتر وشفنا الحاجات بتاعته كلها والميسماتيكا ريليشن والافكار اللي فيه. آآ عايزين بقى نكمل مع بعض تاني ديفايس اللي هو الفولتميتر تمام? آآ بنفس شغل الاميتر مش هنقول حاجات جديدة غير حاجة واحدة بس اللي هو ازاي تحول من جالفانومتر للفولتميتر. خلاص? طيب. كل الكلام اللي انا قلته في الاميتر هاجي اعمل زيه وشبهه فين? في الفولتميتر. فما تخافوش مش هناخد وقت كبير في الفولتميتر. احنا بس كنا بنشرح بالتفصيل قوي في الاميتر عشان انا بفاهمين كل كلمة تمام? لكن دلوقتي في الفولتميتر مش هنحتاج ان احنا ايه? يعني نشرح بالتفصيل تاني لان خلاص انت هتبقى ايه? فاهم مني انا بعمل ايه? لان هيبقى الكلام مقارب ومشابه شوية للكلام بتاع الايه? بتاع الاميتر. خلاص? دلوقتي انا عايز اجيب الفولتميتر. عايز اجيب الفولتميتر. تعالك كده. المفروض ان الفولتميتر الفولتميتر ده هو ميجر ايه? ميجر الهاي دي سي فولتج. ميجر الهاي دي سي فولتج. تمام? واخد بالك ان انا عايز اجيب ايه? هاي دي سي فولتج. تمام? طيب هاجي ارسم عادي الجالفانومتر اللي انا هحاوله. ده كده الكلام عادي بقى. ده شكل الايه? الجالفانومتر اللي احنا عارفينه. وهنا وده كده على تمام? ايه بقى الجديد معي اللي انا هعمله دلوقتي علشان احول من جالفلومتر ليه? انا دلوقتي بقول لك ان الفولتميتر هو ميجر ايه? الهاي هاي مين? كارنت ولا فولتج? فولتج اللي هو المرة دي انت شغل على ال في. طيب ال في اكوال ايه? انت عارف ان ال في اكوال ال اي طايم از ايه? طايم از الار. افتكر كده? الاميتر عشان تجيبه كنت انت بتجيب بحيس ان انت تقلل فيبقى معاك هاي ايه? هاي كارنت. طيب دلوقتي بقى انت عايز ايه? انا عايز اجيب يعني انا عايز ايه? كبير تمام? طب انت علشان تجيب في كبيرة. لازم تبقى ايه المرة دي? ها? دلوقتي انت عايز في كبيرة? يعني لازم يبقى ايه? تبقى كبيرة. يعني دلوقتي انت عايز تتعامل مع ايه دلوقتي هنا? يبقى انت هنا معاك هتجيب pag 온 ايه؟لاج تمام? يبقى في الاميتر كنت بتجيب system اللي هاي ار اس. دلوقتي بقى كانت هناك اسمه دلوقتي انت هتجيب ايه? طيب ديت هتسميها ايه? لها اسم كده اسمها بتقول عليه ملتيبلاير ملتيبلاير ريزستنس. يبقى دلوقتي انا هشتغل على تمام? والملتيبلاير ريزستنس السيمبل بتاعها الار مين? يبقى دلوقتي انا هجيب ديت هنسميها ايه? ملتيبلاير ريزستنس. جميل. طيب تفتكر انا عايز اعمل ايه? انا عايز ازود الار صح? انا لو عايز اعمل اول حاجة اتطررت ان انا اجيب ايه? اجيب ملتيبلاير ريزستنس. الملتيبلاير ريزستنس ديت اللي هيه تمام? وفي نفس الوقت بقى بتاع ديت مع تفتكر ان احنا هنوصلها برل? لو وصلتها برل اكيد لكن لو جبتها انت عايز ايه دلوقتي? انا عايز اجيب في كبيرة. يعني اكبر حاجة موجودة لازم تجيبها. انا عايز فكل اللي انا عملته وجبته ان انا جبت اللي هي ملتيبلاير ريزستنس ار ام. تمام? وهتوصلها ايه? تمام? يعني دلوقتي الديفرنس بتوين الاميتر والفولتاميتر في كلمتين. اول حاجة الاميتر بيجي من اسم اسمها تاني حاجة الفولتاميتر بيجي من ايه? من اللي هي يعني دلوقتي هتيجي هنا توصل اللي اللي هي الار مين الار ام وتبدأ بقى تشتغل. الار ام ديت اللي هي بتعمل ايه? اول حاجة الارج ريزستنس. واخد بالك يعني اول حاجة لو عايز تعرف الار ايكويفلن هتبقى ايه? هتزود لك الايه? الار ايكويفلن. طب الار لو ايه اللي يحصل للفي? اهو. الفي انكريز. طب ايه الحاجة اللي هي ان انت معاك الفي انت شغل على ايه? على السكيل اللي هو بتاع الديفايس اللي بيجيب عنده ايه? اللي انت بتجيب عنده الفي. يعني تاني حاجة دلوقتي لو الار اكويفلن تتكلم عن او الاسكيل هيبقى السكيل بتاعك ايه? كبير. ده جاي من ايه? ان الفي بقت انكريز. خلاص تمام? طب انت لو الار انكريز. الار انكريز. اكيد الكارنت اللي هيدخل للديفايس ايه? ار كبيرة يبقى الكارنت يبقى صغير. ار انكريز فالاي ديكريز. واخد بالك ان الاي ديكريز. اه. طب انا هستفاد بالكارنت ازاي? او هستفاد بيه في ايه? انت معاك هنا الكارنت الاي توتل هيدخل صح? الكارنت ده هيتحرك في السيركت. ماشي? فانت معاك اي توتل? معاك اي توتل? وفي جوه هنا الاي جالفنومتر? وفي بره هنا الاي ملتبلاير اي ام. يبه هناك كان معاك اي اس واي جي واي توتل. هنا انت معاك اي اي توتل واي جي عادي? بس الجديد معاك اي مين اي ام اللي هو الكارنت اللي هيتحرك جوه مين خلاص? طيب تفتكر الاي الاي هيحصل له ايه? الاي ديكريز. يعني معنى كده ان انت عملت بروتيكشن لايه? بروتيكشن للديفايس. خلاص سمام? طيب تفتكر هيحصل له ايه هنا? هنا ها? انت معاك ايه? يعني اكيد اكيد كبيرة تقول لك ان الغلط اللي انت ممكن تغلطه هيكون ايه? قليل. يعني رابح حاجة كده. هيبها ديكريز. خلاص سمام? زي ما انتو شايفين مفيش حاجة جديدة غير كلمة واحدة. ايه هي? ان انت هنا اضطررت تجيب مين عشان تجيب مين? عشان تجيب. الله سمام? لكن زي ما انت شايف انا بعيد نفس الكلام تاني بشوف بتعمليه زي ما كانت بتعمليه مع الحاجات ده هنا. الله سمام? تعال نشوف الكلام ده هنا. آآ قلت لك ان كل ده اصلا على ايه? على يعني على لازم الكيل يبقى وفي نفس الوقت بقى تحط حاجة تقول ان انت شغال على الفولتاميتر. تمام? شغال على الفولتاميتر ازاي دلوقتي? ان انت جبت اسمها خلاص تمام? طيب. المفروض بتاع الفولتاميتر انت اكروس. او ايه? تمام? اللي هو بيجيب لك الهاي اي دي سي فولتج. وادي الفيجر اللي انت هتشغل عليه. انت معك هناك جالفانومتر عادي. وهنا الار ملتبلاير. قلت لك بقى تعرف ايه? تعرف ان الار جالفانومتر معايا كده. الار الار بتاعت الجالفانومتر. موجودة. في هنا الار ملتبلاير اللي هي في كارنت اي جي في كارنت اي ام في كارنت اي 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 توتل. بس خد بالك ان انت هنا شغال يعني ايه سيريز كونيكشن? السيريز كونيكشن ها? سيريز كونيكشن من اللي بيبقى كونست? الاي من دستريبيوتيد الفي. يعني انت هنا الاي توتل اتبقى الاي ها? اي جي اكوال الاي من الاي ام. لكن الفي توتل الفي توتل كسيريز كونيكشن سيريز كونيكشن هتعمل اللي هي الفي جي بلس مين? بلس الفي ام. خلاص تمام? طيب. ادي هي الملتبلاير زيستنس. الملتبلاير زيستنس ديت بتبقى ايه? كلام بيتقرر عادي. معاك جالفانومتر كويلا عشان يجيب لك ايه? دي كده بتاعة الايه الملتبلاير زيستنس انتبهت اقراهم باش اي مشكلة زي ما قلناها. بيزود اه اه بتاعة اه اه خلاص? كونيكشن الفولتاميتر. كونيكشن الفولتاميتر في السيركت بيبقى عارف ان هو برهل. ركز بقى بحكتين كده. الاميتر بيتوصل في السيركات بس الشنط بتاعة الاميتر نفسها برهل. يبقى الاميتر بيتوصل سيريز. الاميتر بس الشونت Queifen اللي جابتلك الاميتر نفسها بتوببقى ايه؟ برهل مع الجالفنومتر كويلا تمام؟ الفولتاميتر. الفولتاميتر نفسه بس الملتبلاير زيستنس اللي جابتلك الفولتاميتر بتكون مع الجالفنوم تركيا. خلاص? طيب. تعال كده نشوف بتاعتنا. علشان نيجيب الرول انا دلوقتي قلتلك ان انت معاك فيه هنا بس المرة دي هتجيب توصلها ان ايه? خلاص سمام? طيب معاك انت وهنا فيه اي توتل. هيتحرك في يبقى طلع منه هيتحرك لل يبقى طلع منه انت شايف نوع ايه دلوقتي? يقول لك ان وكمان ايه? ان ال في بيحصل الله فال مين? انت معاك كاميرا زيستنس هنا عندها في عندها عندها في ام. فانا لو عايز ال في توتل ال في توتل هيبقى في جي بلاس مين? بلاس في ام. يبقى كده الفي جي بلاس الفي ام. خلاص? تمام? طيب دلوقتي انا عايز اطلع بقى ايه? عايز اعرف الار ام بكام? الار ام بكام? خلاص? انا معايا هنا الفي تنزل زي ما هي. معاك الفي جي عادي. بلاس الفي ام اللي هي عبارة عن ايه? اي ام طايمز ار ام. تمام? طب ما انا ممكن اكتبها بشكل تاني. ايه هو الشكل التاني? هنزل الفي ونزل الفي جي. ادي في اكوال في جي بلاس. شايف بقى? الاي ام الاي ام بص فوق كده? الاي ام هي اكوال الاي جي هي نفسها الاي توتل. فانا ممكن اشيل الاي ام واحط مكانها اي جي. واحط هنا الار مين? الار ام. انا عايز ده. عايز الار ام. فانا لو عايز الار ام بس اول حاجة هعملها ايه? هاخد الاي جي ار ام في صيد لوحده. اي جي ار ام اكوال. وودي الفي جي ايه? وانا عايز بس ده. ار ام. يبقى هامسك الاي جي ووديها بالدفايد تحت ايه? الفي ماينس في جي. فيطلع لنا الرول بتاع الار ام بالشكل ده. الار ام توب ايكوال ايه? الار ام ايكوال? في ماينس الفي جي اوبر ايه الاي جي. تمام? يبقى الار اس كانت اي جي في ار جي على اي مينس اي جي. هنا الار ام الملتبلاي رزيستنس. الار ام عبارة عم ايه? في ماينس في جي اوبر ايه? اي جي. بس خلي بالك. هو مش هيدي لك الفي جي ديت. يعني انت في في مش هيقول لك الفي جي عندك بكام? خالص. وما لا هيعمل ايه? ساعتها هو اصلا هيكون بيدي لك والار جي. فانت من نفسك تبقى فاهم ان الفي جي تبقى عارف وفاهم ان انت دايما هتجيبها من الرول ده. اي جي تايمز ار جي. اج فريق. يبقى انت لو عايز الفي جي اج فريق على طول هتطلع ايه? الفي جي. فانت خلي بالك بس من نقطة ديت ان انت عشان تجيب الار ام عادي في مينس في جي اوبر الاي جي. بس مش هيكون بيدي لك الايه? الفي جي. مش هيكون بديها لك خالص. فانت لازم تطلع الايه? الفي جي من اي جي تايمز ايه? الار جي وهيكون بدي لك الاي جي والار ايه? والار جي. خلاص تمام? يبقى كده احنا جبنا الرول بتاع مين? بتاع الار ام. بس افتيكر كلامي كده قلت لك كم رول معاك هيحل لك كل حاجة? تلاتة. هل الار ام من التلاتة? لأ. كان ايه اول واحد? رول السنستافتي بتاعت الايه? بتاع الاميتر. اي جي اوبر اي اكوال ار اس اوبر ار اس بلاس ار جي. هنا بقى انا عايز الايه? الفولتميتر سنستافتي وهي وهو ده الرول اللي احنا نشتغل به. سيب الوامن ار ام اي اقوال ايه? في ماينس في جي على الاي جي. لا انا هشتغل بالرول ده. الرول ده بتاع مين? بتاع الفولتميتر بيقول لي هناك اميتر كان مجر الاي فكدت بتعمل اي جي اوبر ايه? اي جي اوبر الاي. هنا بقى فولتميتر. يبقى في. يبقى في جي? انت بتجيب في. يبقى هتعمل رشيو بتوين الفي جي. اوفر مين? اوفر الفي. وساعتها احنا قلنا ان اي حاجة فيها جي. يعني اي جي. ار جي. في جي. تمام? ده كله بيبقى سواء ايه? يبقى سواء انت معاك حاجة فيها جي. فالجي ده يقول لك ان انت ده اه الحاجة ديت هي بتاعت الايه? سواء الفي او الاي او الار سواء بقى مين او مين؟ او خلاص? الفي جي اوفر الفي اكول مين? في جي اوفر الفي اكول مين? هناك كان اي جي اوفر الاي اقوال ار اس على الار اس بلاس ار جي. هنا ال في جي اوفر الفي هتوب باكول. ركز كده. ار جي اوفر الار جي بلاس ار ام. يبقى انت لما يجي لك سؤال عن الفولتميتر. على طول تروح جاي لازق الايه? الرول ده. في جي اوبر في اكوال ار جي اوبر ار جي بلاس ار ام. هيحل لك كل حاجة. ده بخصوص ايه? الفولتميتر دي. خلاص? طيب الفي جي برضو هيدهالي? اكيد لا. هناك ما ادهاش لي. هنا برضو مش هيددينك ايه? يعني هو اصلا الكلام واحد. الفي جي مش هتكون موجودة عندك. فانت اللي تبقى ااخد بالك ان هي عبارة عن ايه? الاي جي في الار جي. يبقى هو ده الرول اللي انا هشتغل بيه. تمام? طيب معلومة صغيرة كده. الار في. مين الار في? ار فولتميتر. فاكر الار اميتر بما انهم كانوا بريل كنت بتعمل يعني ار جي في ار اس على ار جي بلاس ار اس. هنا الار فولتميتر تطلع ازاي? معك حاجتين. مين ومين? ار جي. ار جي جال فانومتر. وار مين مالتيبلاير. اللي اتنين ايه? سيريس كونيكشن. فالار فولتميتر عبارة عن ايه? ار جي بلاس ار ام. تمام? مين اكبر واحدة? المفروض الار في. الار فولتميتر. ده اللي بيطلع من ايه? من السيريس كونيكشن. بيبقى ايه? هاير زان زاهايست وان. يعني الار في هي مور زان الار ام. تمام? والار ام هي مور زان مين? الار جال فانومتر. خلاص? زي ما انتو شايفين الكلام بيتعاد تاني. نفس الحاجات اللي احنا قلناها اصلا فين? في الاميتر بس ايه هنا بنغير السيمبلز بس. جميل? نكمل مع بعض. كده الرول اللي هتشغل به الار ام ايكوال في مينس. في جي. هتفك الفي جي المين? ليج فريج. اي جي طايمز ار جي. كل ذا اوفر ايه? اوفر الاي جي. خلاص? تمام? اه لو عايز الار ايكويفلنت قلت لك هتعملي ايه? ار جي بلس ايه? الار ام. وتاخد بالك ان الار فولتميتر هتبقى مور زان الار ملتبلاير. هير زان الار ايه? الار جال فانومتر. الرول اللي بيخلص كل حاجة ويحل معك اي حاجة. في جي اوفر الفي اكوال ار جي اوفر ار جي بلس مين بلس الار ام. على السمام? طيب. نشوف ديت ونشوف النقطة بتاعت الايه والحاجات ديت ويبقى خلصنا الفولتميتر ما فيهوش اي مشكلة. اه معاك هنا. انت شايف على اجزيس هنا ايه? في مينس في جي. شايف على اكس اجزيس ايه? ار ام. فانا لو عايز سلوب هعمل في منس الفي جي اوفر الار مين? الر ام? طيب.意د دلوقتي مين في مينس في جي على الر ام? اكتب الرول الاساسي. الر ام اكوال في ماينس الفي جي اوفر الاي جي. تمام? لو انا عايز في مينس في جي على الر ام. امسح ده وامسح ده بتقالك من لسلوب بطاعتها الاي ايه. ايه. الاي جي. خلاص تمام? طيب شوف الجراف الثاني كده. على الواي اجزز فاكر هناك كان فيه اي واي اي واي جي. هنا بايبه في ومين؟ وفي جي. معك هنا الفي تحت هنا في الفي جي. في وفي جي. طيب. انا لو عايز الديلتا واي يبقى في ماينس الفي جي. في ماينس الفي جي. اوفر ايه. الاكس اجزز عنده ار ام. ها? مين الفي ماينس في جي على الايه? على الار ام. في ماينس في جي على الار ام تشالوا كلهم في ظلك ايه برضو? الاي ايه? الاي جي. خلاص سمام? تخلي بالك بس من الجراف ده. يعني الجراف اللي طالع ايه? مش يعني انت الجرافز كلها اللي بتطلع معاك? بتطلع من الزيرو. معاك تو جرافز بقى ما تلعوش من الزيرو. واحد للاميتر واحد للفولتاميتر. واحد في اي واي جي والتاني هنا بتاع الفولتاميتر اللي هو فيه ومين? والفي جي. خلاص? نيجي للنقطة اللي مش في الكتاب برضو? فاكر العمالت عمالت بين الار شانت الشانت وايه? هم? ست حاجات. مين هما? كان فيه الار اكويفلنت بتاعت الاميتر كان فيه 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 هنا نفس الست حاجات عايز اعمل بينهم وبين الار ام تعال لكده ونشوف. لو جيت مسلا على اللي هي الار ام. وقلت ان الار ام ديت انكريز. الار ام ديت انكريز. اول حاجة. هيحصل ايه للار اكويفلنت? مش الار اكويفلنت عبارة عن الار جي بلس الار ام. نوع ايه? سيريز كونيكشن. لما يكون الكونيكشن سيريز وانت تزود لازم الار اكويفلنت تطلع ايه? اكبر من اكبر واحدة يبقى الار اكويفلنت انكريز. تمام? طيب تفتكر بقى تاني حاجة مسلا السنستافتي. بص معي معنى ان الار ام انكريز يعني الفي انكريز. وفي موضوع السنستافتي قلت لك ايه? قلت لك ان السنستافتي عكس الفاليو. يعني معاك فاليو كبيرة انت واللي حواليك هنحس بيها. معانا رقم كبير اي حد يقدر ان هو يحس بيه يبقى كده السنستافتي ايه? السنستافتي قليلة. لكن الرقم لما يبقى صغير اللي يقدر يعرفه ويحس بيه يبقى السنستافتي عنده ايه? كبير او عالية. تمام? يعني دلوقتي هنيجي نمسح كده ونجيب لون تاني. هنا كده. لو عايز السنستافتي. الفي مالها. اللي فيه كبيرة يبقى السنستافتي صغيرة. تمام? طيب لو عايز بعد كده الاكيرسي والسكيل والبروتكشن تلاتة شبه بعض. تعال نشوفهم كده. عايزين السكيل. السكيل ده مرتبط بالايه? بالفي. انت عملت ايه بص كده? يبقى الفي ماله? الفي انكريز. الفي انكريز محتاج لها ايه? كبير على قدها? يبقى طيب لما تزود اللي هو الرنج اللي عندك ده? عايز بعد كده ايه? الاكيرسي. الاكيرسي. الدكة بتاعت الديفايس. لو انت معك سكيل كبير? سكيل كبير. لما تزود اللي يبقى الاكيرسي انكريز تقدر ان انت تعمل كويس. يعني ايه? هيبقى دي كريز. طيب. في ايه كمان? فيه? البروتيكشن. كل ما بتزود الار ام الاي اللي داخل للجالفنومتر بيكون صغير. فانت كده بتعمل بروتيكشن للجالفنومتر كويل. من 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 الهايكرة? يبقى البروتيكشن انكريز. تمام? اخر نقطة. اللي هي النقطة بتاعت ايه? الارر. ارر. ان مين? ميجرمنت. تفتكر يحصل له ايه? مش تغلط قليل. يبقى ايه? تمام? طبعا انا شرحت الحاجات دي بالتفصيل الممل فين? في الاميتر. في الاميتر. فما فيش داعي بقى ان انا قعد اشرح كل واحدة دي ازاي ودي ازاي ودي ازاي. انت لازم تبقى انت ايه? مستوعب الكلام اللي بيتقال دلوقتي. خلاص? تعال اعمل لك كده زي اللي عملناها مع عشان تبقى فيها. انا عايز هنا الار ام. ديريكت مع مين? انفرس مع مين? ماشي? بص كده معي. الار ام انكريز. مين دي كريز? والارر. يبقى دول عكسها. يبقى تحت والارر تحت. طيب مين زيها انكريز? انكريز? لقيت الار اكويفلنت انكريز? طبقى معها دايريكت فوق. لقيت ايه? لقيت. ها? الار اكويفلنت فوق? في معاك الار اكويفلنت فوق? في معاك الار اكويفلنت فوق? في معاك الايه? في كمان معاك ايه? الخلاص سمام? فانت ممكن بقى تعرفها من ديك. الار ام مع 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 وتزبط دنيتك وتحلوه والحاجات دي هتلاقي عليها اسألة كتير جدا في الهومورك في البوكليت اللي انا ايه من الدهولكم? خلاص؟ تماما. كده تاني خلص يعني شفت الفولتاميتر خلص ايه؟ بسرعة جدا. فش اي ايه؟ اي مشكلة. تمام? كله مترتب على فهمك الاميتر. احنا شرحنا الاميتر بالتفصيل قوي وبالراحة وبهداوة والاميتر وصلنا بقى ان احنا نشرح الفلتاميتر بسرعة كده. تمام? آآ فاضل لنا حكتين اتنين بس. ايه هما? فاضل حاجة اسمها الكونفرجن. حاجة اسمها لايه? كونفرجن. ودي حاجة مهمة جدا لازم انت تبقى فهمها. تمام? الكونفرجن وفاضل اخر ديفايس اللي هو الايه? الاميتر. ايه الكونفرجن وايه الاميتر? الكونفرجن ده اه تحويل. يعني ايه? يعني مثلا انا بقول لك ان انت معاك اميتر. معاك ايه? اميتر. الاميتر ده انت عايز تحول الاميتر اللي معاك لاميتر تاني. طب ايه السبب? السبب معاك ان انت لما يكون مسلا معاك اميتر. مش الاميتر دوة موجود. طب افرض انت محتاج تعمل المجرمينت الكارنت اعلى من اللي سكيل بتاع الدغايس. في الكيس ديت في الحالة ديت انت محتاج ايه? انا محتاج دلوقتي ان انا اعدل اللي سكيل بتاع الاميتر. صح? هعدل في سكيل الاميتر علشان اخليه انكريز علشان يستحمل الكارنت اللي داخله. ويقدر ان هو يعمل له مجرمينت. ماشي. يبقى انت من اميتر ليه سكيل صغير? حولته الاميتر ليه سكيل كبير. او من اميتر تحوله الفولتاميتر. اميتر تحوله الفولتاميتر. او من فولتاميتر تحول الفولتاميتر. او من فولتاميتر تحوله الاميتر. والله انتم ما فاهمين ولا كم. فاهمين ايه? يعني تاني اميتر احوله الاميتر. او الفولتاميتر. يعني الاميتر ممكن احوله الايه? لاتنين. يحولوا الاميتر يحولوا الفولتاميتر. تمام? الفولتاميتر بقى برضو ممكن يحولوا الحاجتين. يا اما يحولوا الفولتاميتر هو فولتاميتر وحولوا الفولتاميتر تاني. ليس كل اكبر تمام? او الفولتاميتر يتحول الاميتر. دي اللي احنا بنسميها لإيه? الخلاص? ركز بقى معي وافهم معي وشوف انا بعمل الكونفرجن ازاي? بعمل الكونفرجن ازاي? تعال كده وركز معي. انا عايز اول حاجة هجيب اميتر وكونفيرت الاميتر ده الايه? لاميتر. هحول من اميتر لاميتر. هشرح بالراحة واحدة واحدة وركز انت ايه? ركز بس معي. ارسم الاميتر كده. عادي. الاميتر عبارة عن ايه? الاميتر عبارة عن ار. جالفان امتر. ار جالفان امتر. الاميتر مع الار جي ديت من ار شانت. مفيش اي مشكلة. انا علشان احول الاميتر ده. عشان احول الاميتر ده كله. لاميتر جديد. اعمل ايه? انت واخد الطريقة ان انت عشان تجيب اميتر. محتاجي يبقى معك بتسميها شانت رزيستنس توصلها ها برائل. توصلها برائل مع الكيل بتاع ايه؟ الدفايس اللي عندك. انا في البداية. في البداية. كان معي جالفان امتر. يعني كان معي ار جي. كان معي ار جي. تمام. انا معي الار جي. الار جالفان امتر دوت. في البداية كنت عايز من الجلفان ايه? من الجالفانومتر اميتر فكنت بمسك الار شانت اوصلها مع الار جالفانومتر النهاردة انا عايز اميتر من اميتر يبا انا همسك الاميتر كتوتل اللي هو عبارة عن ايه الار جي والار اس تمام هرسمهم ادي الار جي و ادي الار ايه الار اس ما فيش اي مشكلة ايه اللي هعمله بعد كده انا بوصل شانت ريزيستنس برعيل مع الدفايس اللي موجود ايه اللي موجود اميتر فهاجيب شانت ريزيستنس جديدة ووصلها برعيل مع التوتل اللي موجود شايف بره كده يبا دي الار مين ار اس الجديدة يبا انت دلوقتي معك كم شانت معك اتنين فيه ار اس وان ودي موجود عادي وفيه الار اس ايه الار اس تون تمام لغاية هنا مفيش مشكلة المشكلة جاية بقى ايه هي ان انا دلوقتي لما اجي اشتغل في الروز اشتغل بايه في الروز ايه الرول بتاع الاميتر ها هتشتغل ببتاع سنستافتي اي جي اوبر الاي ايكول ها ار اس اوبر ار اس بلس ار جي جميل الاي جي بكام والاي بكام والار اس مين والار جي مين ركز بقى معايا في الاول هنا هنا كده برضه تشتغل بنفس الروز اي جي اوبر الاي ايكول ار اس بس وان عال ار اس وان بلس الار مين الار جي طيب بص بقى معايا جملة كده اكتبها ان اول بيتحول اشتغل بيه على انه جالفانومتر تاني كده الديفايس بتاعك اللي انت بتحوله انا بحول مين دلوقتي اميتر ملكش دعو هتحوله المين انا دلوقتي بحول الاميتر بدأت ان انا اعمل الاميتر فالاميتر ده هاعتبره اعتبره انه هو ايه جالفانومتر يبقى ده هشتغل بيه على انه ايه جالفانومتر طب معناها ان انا هاعتبر الديفايس اللي انا بحوله جالفانومتر هاعتبره من الفيزيكال كوانتسيز اللي موجودة عندك يعني مثلا انت دلوقتي ركز كده معايا دلوقتي الار جي ده دخل لها اي جي والار اس وام دخل لها اي اس وبره هنا في الاي توتل صح الاميتر ده عنده ايه عنده تلات حاجات عنده ايه تلات حاجات الاميتر ده عنده اي توتل عنده ار اميتر عنده الفي توتل مش محتاجين هنا الفي في حاجة ماشي بس هو عنده الفي فيش مشكلة طب انا بقى بقولك ان الديفايس اللي هتحوله الديفايس اللي هتحوله اشتغل بيه على انه جالفانومتر بمعنى ايه بمعنى ان ال i وال r وال v الحاجات بتاعته هتبقى هتبقى ايه هتبقى هي ال i g وال r g وال v g لما تيجي تشتغل مع الديفايس الجديد ازاي يعني انا دلوقتي بقول في i g على i equal r s على r s plus r g مع الديفايس اللي انت فدلوقتي شايف ال i g دي i g مين هل ال i g اللي هنا على فكرة ال i g اللي هنا هي اللي جوه في الجزء ده اللي هنا دي i g تحت شايف برة هنا ال i ameter الاولاني صح? ف ال i g ديت ال i g ديت هي ال i ameter مش انت حولت امeter حولت ال ameter حولت ال ameter يبقى ال i ameter بكم ايه بقت هي ال i g الجديدة لما تيجي تعوض في الايه في الرول الجديد بتاع ال ameter الجديد خلاص؟ يبقى ال i g ده هو ال i ameter تمام؟ ال ameter اللي كان هنا ازاي يجيبوه؟ ما هو ال i ده؟ طيب r s تبقى 2 r s 2 شايف بقى ال r g هل ال r g هي بتاعت الجال في ال ameter ده؟ لا قمال هي مين؟ ال r g هي ال r ameter ال r e ال r ameter يبقى ديت عبارة عن ال r ameter الاولاني طب وال r ameter الاولاني ده تتجاب منين؟ ال r ameter الاولاني عبارة عن r g و r s 1 اللي اتنين بارل الكنيكشن يعني لو انت عايز r ameter لل first ameter ده هيبقى معاك ايه؟ r g times r s 1 على r g plus r s 1 ها تاني للي ما فهمش تاني النوتة ديت رخمة شوية عارف بس حاول كده ايه؟ توقف كده واحدة واحدة وترسم معايا وتشغل الفيديو تاني وتسمعه اكتر من مرة لغات ما يلز ايه؟ يزبط معاك تاني كده بحول من اميتر لاميتر من اميتر لاميتر اي ديفايس هتحوله هتبدأ بيه بدأت باميتر بدأت بفولتاميتر الجهاز اللي انت هتبدأ بيه اشتغل بيه على انه جالفانومتر ازاي اشتغل بيه على انه جالفانومتر ال i ال i بتاعته هي ال i g جديدة ال r ال r بتاعته هي ال r g جديدة ال v ال v بتاعته هي ال v g جميل يعني دلوقتي دلوقتي خدت الار جي والار اس وان كاميتر حولته الاميتر جديد فكان لازم اجيب ار اس تو تمام الرول بتاعي بيقول ايه كاميتر اي جي اوبر الاي اكوال ار اس اوبر ار اس بلاس ار جي بس مين انا شغال على الاميتر الجديد يبقى الار اس ار اس تو مفيش مشكلة الار اي جي مين هل الاي جي اللي هي في الجالفان انتر نفسه لا أنت وصلت الرس22 بص أنت وصلت الرس22 مع مين وصلتها مع اليتنين دول سوا مين اليتنين دول سوا الرG والرس1 فكده الرس2 هيتقسم على الاس2 وهيتقسم على الى اي اميتر الاولاني اللي هو جايب مين ومين جايب الائجي والآي اس1 حلص? يبقى أنت دلوقتي تعتبر اول دفاية ستتحول هو الجلفانومتر من حيث ال-I من حيث ال-R من حيث ايه ال-V ال-I بتاعته هي ال-I-G ال-R بتاعته ال-R-G ال-V بتاعته ال-V-A ال-V-G فكده ال-I-G هتبقى معاك هي ال-I أميتر اللي هو عبارة عن I-G بلس I-S1 كده ال-R-G هي ال-R أميتر يعني ما ينفعش تيجي تعوض هنا بال-R-G ديت بتاعت الجالفانومتر نفسه لا معناها ال-R-G ده معناها ال-R-G برل مع ال-R-S-1 لان انت وصلت ال-R-S-2 للأميتر الجديد مع الاتنين الايه مع الاتنين دول مع بعض اللي هم اصلا كانوا ايه كانوا برادة الله ستمام فمن الاخر لو حولت من أميتر لأميتر انتو بتحبوا من الاخر من أميتر لأميتر ها هتشغل بالرول ده هتاخد I أميتر على I total الجديدة اللي انت عايزها equal ها R-S over R-S plus R أميتر يعني شايف كل الليلة دي كلها وكل اللي لك كده كله عشان في الاخر اعرفك ايه ان ال-I-G اتشالت وهتحط مكانها ال-I أميتر وان ال-R-G هتتشالها كمان وتحط مكانها ال-R-A أميتر ايه السبب في كده السبب في كده حاجة واحدة ان انت لما بتحول device للتاني device الاولاني اشتغل بيه على أنه هي الجملة دي اللي انا قلت لك تكتبها device الاولاني اكتبها device الاولاني اللي انت هتحوله اشتغل بيه على أنه جالفانومتر concerning ايه ال-I هيبقى ال-I-G ال-R هتبقى ال-R-G ال-V هتبقى ال-A ال-V-G خلاص سمام؟ مش هشرح بالتفصيل قوي بقى مع ال-convergence اللي بقية انت بس هنا من اميتر لاميتر تعرف الرول ده i اميتر على ال-I equal R-S على ال-R-S بلاس R-A مش عاجبني ان انا حول اميتر لاميتر ممكن تحول من اميتر لفولتاميتر ازاي؟ بسرعة بقى مش هناخد وقت فيها انت معاك هنا R-G تحت في مين R-S عادي عايز تجيب مين الفولتاميتر خد نفس الشكل ده اللي هو R-G و R-S مفيش مشكلة طب هو انا عشان اجيب فولتاميتر بوصل ايه؟ فبتحتاج ملتبلاي رزيستنس ملتبلاي رزيستنس بتتوصل مع ال-دفايس اللي موجود يعني هنا هتجيب ماشي ايه الرول اللي انت هتشغل به انت جيبت مين؟ فولتاميتر فولتاميتر يعني V-G اللي هي عبارة عن I-G طايمز R-G اوفر ال-V اكوال مين R-G اوفر ايه R-G بلس ال-R-M خلاص سمام؟ الفكرة هنا بقى في ايه؟ ان ال-I-G بص كده معايا ال-I-G ال-I-G هل معناه ال-I-G اللي جوه ده؟ لو قلت كده يا تب انت ايه؟ مش هغلط فيك ما تقلقش بس تبقى انت مش فاهم ايه حاجة؟ ال-I-G انا لسه بيه لسه اقل لك ايه؟ ال-Device اللي انت هتحوله اشتغل بيه على انه جالفانومتر يعني الاميتر ده ال-I بتاعته هي ال-I-G الجديدة اللي انت هتعود بيها ال-V بتاعته هي ال-V-G ال-R بتاعته هي ال-R-G خلاص؟ يعني ال-I-G ده هو ال-I-A-M ال-R-G دي هي ال-R-A-M ال-R-G ال-R-G ال-R-A-M يعني من الاخر ايه؟ ال-I-G وال-R-G وال-V-G اللي موجودين بشيلهم وبعود بحاجات الاميتر ما بعودش بمين؟ بال-R ايه؟ بال-R-G اللي موجودة بتاعت الجالفانومتر والكننت بتاعها وال-V بتاعها خلاص؟ طيب لو انا بقى عايز احول من فولتاميتر لفولتاميتر من فولتاميتر لفولتاميتر من فولتاميتر لفولتاميتر ده فولتاميتر بتجيب ادي ال-R-G وهنا R-M بس R-M وان عايز ده كله تحولوا لإيه؟ لفولتاميتر يعني نفس ده R-G وهنا R-M وان تيجيب بقى R-M جديدة R-M تو سؤال الرول بيقول إيه؟ بيقول لك ال-V-G على ال-V equal ها equal ال-R-G over ال-R-G plus مين؟ plus ال-R-M فيش مشكلة؟ ال-V-G بتتفكل إيه؟ انت عارف ان هي I-G time is ال-R-G تمام انا حولت جالفانومتر لو حولت الجالفانومتر لفولتاميتر يبقى ال-I-G بتاعت الجيلفانو وال-R-G بتاعت الجيلفانو تمام؟ لكن دلوقتي انا محول مين؟ محول والفولتاميتر والفولتاميتر عنده حاجتين او هم التلات حاجات بس احنا هنشتغل بايه؟ بص اميتر اميتر فولتاميتر هم عندهم I و-R و-V بس كاميتر الرول ما فيوش V كفولتاميتر الرول ما فيوش I ماشي؟ فدلوقتي هنا ال-R فولتاميتر هي ال-R-G اخبالك ان ال-R-G ديت هي ال-R فولتاميتر اللي هي عبارة عن ايه؟ R-G لس R-M1 تمام؟ طب ال-V ال-V بتاعت الفولتاميتر ده هيبقى ال-V-G تمام؟ يعني انت شايف دلوقتي شايف ال-V-G ديت ال-V-G هي عبارة عن ايه؟ I-G ف-R-G I-G ف-R-G طب مين ال-I-G؟ ال-I-G اللي ماشي اللي هي I-G اللي هي اللي هي اللي هي هلالسمام؟ يبقى انت برضو اللي انت شايفه ان احنا عملين بنشتغل بنفس الرول بولتاميتر لفولتاميتر V-G على V-A وال-R-G على R-A على R-G بلاس R-M اميتر لفولتاميتر V-G على V-A وال-R-G وفي ال-R-G بلاس R-A طيب الفكرة هنا في تعويضك لل-V-G وال-I-G وال-R-G الحاجات ديت هي حاجات الدفايس الكامل على بعضه الأولاني ملكش دعوة ان انت تبقى ايه؟ علشان ديت V-G فتقول لي انه هاخد ال-I-G في ال-R-G ديت طبعا غلط؟ لا ده انه هاخد ال-I ال-I في ال-R-G بلاس ال-R-M ليه؟ لان ال-R-G بلاس ال-R-M هي ال-R-E الموجودة فتعملها تايمز ال-I يديك ال-V-A ال-V-Total اللي هي تبقى ال-V بتاعت اللي انت هتشتغل بها على ال-V-G مع الجديد تمام؟ طيب نشوف كده نحول من لأميتر اخر حاجة في ال-Convergence من لأميتر هترسم هترسمه ازاي هنا كده هنا كده عايز احاول لأميتر يبقى انا هاخد وقادي ووصل هنا كده طيب انت جبت اميتر فالرول اميتر ايه تمام فين ال-I-G ال-I-G ديت هي بتاعت الفولتاميتر اللي كانت هنا اللي هي طيب فين ال-R-G هتقول ال-R-G هي الحتة دي بس اقول لها غلط ال-R-G اللي هتعود بها بتاعت الفولتاميتر طيب ال-R-V-L-T-A-M-E اللي كانت موجودة كان R-G بلس R-M مين R-M يبقى هنا آآ هنا ال-R-G هتبقى عبارة عن R-G بلس ايه R-M يبقى انت كده بتحل صح تمام آآ النقطة دي الصعبة جدا ومش هتتفهم بمجرد ان انا شرحتها لك هنا دلوقتي وخلاص تمام لكن هتتفهم اكتر مع الحل ومع الاسئلة انا حطت في الهومورك يعني اصلا ال-part ده عليه حوالي آآ تقريبا تسعين سؤال ماشي في الهومورك فطبعا تسعين سؤال على الاميتر والفولتميتر والكونفيرجن والاميتر فجايب لك كل الافكار مش مخلي لك اي حاجة تمام فانت لو حاسس ان انت مش فاهم اي حاجة من هنا وانا معك في ده ان الجزء ده صعب ومش اي حد بيستوعبه من اول مرة تمام تحاول بقى تعيد ايه تعيد تاني مرة واتنين وثلاتة لغاية ما تلاقي الجزء ده سبت معاك وبرضو مش هيثبت مش بعقدك والله بس عشان يثبت معاك آآ لازم نحل عليه اسئلة كتير اسئلة كتير مش حتى اكسامبل ولا سؤال واحد واثنين وخلاص لا لازم تحل عليه اسئلة كتير جدا وانا حاجت على الافكار ديت اسئلة كتير تمام ففيديو الحل فيديو الحل لما ينزل بإذن الله هتلاقيني حلل ايه على الجزء ده اسئلة كتير هيزبطه ليك متقلقش يعني تمام بس انت على الاقل تب بفاهم الفكرة فاهم انا اميتر احاوله الاميتر احاوله الفلتاميتر طب فلتاميتر يتحاول لفلتاميتر فلتاميتر يتحاول لاميتر ازاي اشتغل ازاي اعمل ازاي ارسم كل ده مطلوب منك علشان لما اجي حل لما اجي انا حل بقى البروبلمس في الهومورك طب انت مستوعب ان اقولك ايه وبشرح ايه لان انا مش هقولك بقى انت حاول من اميتر لاميتر تعمل الكلام ده كله. ده انا هروح جايك كاتب لك الرول. واقول لك بس الحاجات الايه اللي فيها. يعني افكرك. لكن الشرح نفسه لازم انت تبقى ايه? عارف ومذكر. لو ما فهمتش لاخر مرة النقطة ديت. والجزء ده عيده وما تعدهوش. ما تعدهوش. لما بيحب يسأل بيسأل على الحاجات ديت. الحاجات الصعبة الرخمة اللي ما بتفهمش من اول مرة هي دي الحاجة اللي بتيجي. لنما تيجي حاجة سهلة وذكرتها وفرحان ما هي مش هتيجي. هو هيجيب لك حاجة انت اصلا بتفهمها بتفهمها على طول ومن اول مرة مش هيحصل. لكن حاجة رخمة محتاجة منك مجهود اللي بيبزل مجهود فيها بيفهمها وربنا بيقدروا ان هو يستوعبها وبيحل عليها تيجي في الامتحان بيحلها. لكن هتسيبها باعتبار ان هي صعبة درجة في الامتحان مش عايزانها. خلاص? كده خلاص خلصنا زي ما انتو شايفين? فاضل لنا بس لايه? الجزء بتاع الاميتر. طيب نكمل بقى مع بعض باخر ديفايس معنا النهاردة اللي هو الاميتر. خلاص بقى شفنا الاميتر وشفنا الفلتاميتر شفنا الكونفرجن. حاجات مهمة جدا. هنشوف دلوقتي الاميتر وخلاص. تمام? معلش الفيديو كبير عليكم انا عارف بس ايه? آآ باذن الله يبه سهل يعني. تمام? آآ عرفنا ان الاميتر ميجر الكارنت الفلتاميتر ميجر الفولتج وشفنا الكونفرجن. دلوقتي بقى عايز اشوف الاميتر اجيبه ازاي? آآ بيعمل ميجر منتل ايه? بتاعه مين? الحاجات داية. تمام? سهل جدا. سهل جدا. بص كده معايا. معاك الاميتر? الاميتر ده هو ميجر مين? انت عارف الاميتر هو ميجر يعني انت لو عايز تعرف كام? لازم تجيب ايه? تجيب الاميتر. تمام? فهو بيجيبها لك يعني ايه? على طول. يبقى هو عبارة عنه هو ايه? الدفايز ده اللي هو الاميتر بيجيب الايه? الفاليو على طول. خلاص? طيب بتاعه ايه والحاجات ديات? آآ تعال نرسم كده. نرسم الاميتر. ونشوف الكونستركشن بيتكون من ايه? اول حاجة انا قلت لك ان انت بتحتاج طبعا الجالفانومتر. تمام? بتجيب الارجي الارجي بتاعتها كام? توهندرد ففتي اوم. يبقى انت بتجيب جالفانومتر قيل لريزيستنس توهندرد ففتي اوم. وفيه كارنت الاي جي. الاي جي. الاي جي. الاي جي ده بيبقى فور هندرد مايكرو امبير. طبعا الارقام ديتم السبتة. تمام? بس انا بقول لك الارقام والفاليوس اللي اتكتبت في الكتاب بتاع المدرسة يعني. ماشي? طيب بنجيب هنا. وبنجيب هنا بس واحدة بتكون والتانية بتبقى تمام? دي مسلا الفكسد الفكسد رزيستنس. بنقول عليها ار سي. ار سي. تمام? بيتقول عليها او كلمة تانية اسم تاني اسمها ستاندرد. اسمها ايه? ستاندرد رزيستنس. يبقى انت معاك الفكسد رزيستنس اللي هي الستاندرد رزيستنس. ار سي. الفاليو بتاعتها هنا سري ساوزند اوم. خلاص? طيب بص كده معايا. في هنا بقى اللي هي ار مين? ار في. طيب الفارياب رزيستنس مش بيبقى لها او لأ بيبقى لها بتاعها ده بيبدأ من الزيرو وبيخلص لغاية فين? الرقم ده. سيكس ساوزند فايف هندرد سكسي فايف. سيكس فايف سكس فايف. تمام? يبقى ده بتاعها والسكيل بتاعها. طيب تحت هنا باجيب باتري. الباتري عندها وان بوينت فايف فولت. والانترن رزيستنس بزيرو يعني نجليكتل للانترن رزيستنس. وباجي هنا ده تيرمنال وده كده تيرمنال. شايف المكان الفاضي ده? المكان الفاضي ده. ده اللي انا بحط فيه ار بسميه ار اكس. عالكالكليتر الانون بتعوض عنه كام? باكس صح? هنا ار اكس بتقول عليها الانون رزيستنس. يبقى الار اكس الانون رزيستنس. بتتحطي بتوين بتاع ايه? الترمنال ده? والترمنال ده. بتقفل بيهم بايه? بالار اكس علشان تجيب بتاعته. خلاص? يبقى ده كده ايه? من الاميتر. يبقى الاميتر عبارة عن ايه? عبارة عن الجالفنومتر ليه هنا مسلا في كارنت الاي جي فور هندرد مايكرو امبير. وللعلم بقى الكارنت ده هو اي جي بس ماكس. يعني ده اكبر كارنت موجود. والاي جي ماكس ده بيبقى موجود في حالة واحدة. لما انت تتلمس ايه? شايف الترمنال ده والترمنال ده? لما تشيل الانون رزيستنس. يعني انت لو مكمل مكمل التوترمنالز ببعض ما حطيتش اي فكده بيديك اي جي ماكس. بيديك اي جي ماكس. انت بقى لما تيجي تشيل تفتح التوترمنالز دول وتحط هنا بتاعتك. فانت بص بقى بص انت شايف بتاع اللي موجودة هنا بيه مع 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 لو اصلا موجود تمام? فكل ده لما تيجي تضيف اعنون برضو. الار اكويفلنت ايه? الار اكويفلنت انكريز. ولما الار انكريز واخد بالك الار انكريز. الار انكريز فالاي ايه? الاي دي كريز. يعني بتاعت ديت بتبقى موجودة بس. والزاوت في حالة ايه? ان انت مش معاك الار اكس. والزاوت او ايه? ماشي? والله انا مقادر. معلش استحملوني. اه. طيب يبقى دلوقتي معاك الار اكس ديت اللي هي لو انت قبل ما توصل ديت يعني بتلاقي بتلاقي ديت يعني اكبر فاليو لها تمام? بس انت لو وصلت الار اكس الار اكويفلنت للسيركت كلها بتوبقى ايه? فكده يعني هي عن الفاليو بتاعت ديت. خلاص تمام? ماشي. طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه هنا بقى? عايز اعرف بتاعي الستاندرد والفاريب رزيستنس. جميل? ماشي. الستاندرد رزيستنس ديت بتعمل ايه? انت شايف الفاليو بتاعتها كم? انا بجيبها تمام? بتعمل ايه بقى? لما يكون معاك الارج رزيستنس. الكارنت يوبقى ايه? صغير. شايف الكارنت اصلا كم? بالمايكرو. فور هندرد مايكرو امبير. فانت دلوقتي ديت بتخلي لك الكارنت ايه? بتاعته صغيرة. فكده اللي هيدخل بيبقى ايه? قليلة. يبقى انت كده ممكن تعمل للجالفانومتر كويل فرم ايه? دامج. لما يبقى معاك كارنت كبير هتلاقي معاك الريزيستنس ديت لها كبيرة. فتقلل لك الكارنت اللي داخل. يبقى انت عملت بروتيكشن لايه? للجالفانومتر كويل فرم دامج. تمام? طب الريب رزيستنس. الريب رزيستنس ديت ليها سكيل. ليها ايه? ليها سكيل. ليها من زيرو لكم? لسيكس ساوزن فايف هندرد سيكسي فايف. سيكس فايف سيكس فايف. تمام? دي انت بتقدر تعمل منها ايه? بتعمل حاجة اسمها بتزبط. تمام? او بتعمل كنترول. كنترول او او ادجاست عايز بالي صغيرة. عايز تزبط الكارنت وتتحكم فيه. بتشتغل على ايه? على الريزيستنس بحيث ان تقلل الكارنت. يبقى تزود ايه? تزود الكارنت. خلاص? طيب انا عايز اعرف بقى هنا ايه? ركز معي. الاوميتر انا عايز اعرف. اعرف مين? عايز اشوف الاوميتر هنا. قبل ما وصل معي ايه? وبعد ما وصل معي ايه? تمام? تعال كده. قبل ما وصل هنا تمام? بفور ايه? قبل ما اتوصل وبعد كده هناخد افتر. قبل ما وصل الار النون. ركز بقى في الحاجات اللي انا عايز اجابها. اول حاجة انا عايز الار ديفايز. والار ديفايز اللي هي ار اوميتر بتكتب ار وجنبها اوم كده. يتخليها ار اوميتر بالشكل ده. يام ار ديفايز. جميل. الار ديفايز بيبقى يكوى المين? انت معاك ار جي معاك ار سي معاك ار في معاك انترنل اللي اربعة بيبقى سيريس كونيكشن. يبقى تعمل ار جي بلس ار سي بلس ار في بلس ار انترنل. ده لو انت عايز ايه? الار اوميتر. بس الكلام ده ايه? قبل ما اضيف الار اكس. طب بعد ما اضيف الار اكس. ما هولانا انا لما اضيف الار اكس هي اصلا بتكون ايه? ادد الار اكس اللي هي ار ادد ديت. بتبقى اصلا ان سيريت معاهم. يعني انا لو عايز الار اكويفلنت الار اكويفلنت هيبقى معاك حاجتين. من ار اوميتر بلس الار ايه? الار اكس? بس تخلي بالك ان الار اوميتر اصلا عبارة عن مين? ار جي بلس ار سي بلس ار في بلس ار ايه? ار انترنل. خلاص تمام? يبقى ار جي بلس ار سي بلس ار في بلس اينترنل لو ايه? اللي موجود اشتغل بيه. بلس الار اكس اللي برا ده. جميل? فيش مشكلة. طيب انا هنا? هنا. معايا اي. معايا اي. الاي اي اكوال ايه? انا معايا ار مين? ار اوميتر ار ديفايس. فالاي ده بيبقى اي جي. ركز كده. اي جي اللي هو اكبر حاجة. فالاي جي ماكس ده في وجود ار اوميتر بس. يعني قبل ما توصل الار اكس. دي الجملة اللي انا كنت بقولها ده. طب بص هناك بقى. لو عايز الاي هيبقى في بي. عالار بقى ايه? توتل الار اكويفلنت هنا. اللي هي ار ديفايس بلس ار اكس. تمام? شايف ايه بقى? الار ديفايس بس لو معاك ار ديفايس بس الار اوميتر يبقى فيه اي جي ماكس من فاليو. لكن تدفع الار اوميتر ار ان نون يبقى الار ان كريز فالاي دي كريز فالاي ما بقى ش ايه? اي جي الماكس? لا ده بقى اي عادي. بس هنا الاي لزان الاي جي. الله سمام? ماشي. يبقى انا دلوقتي قبل ما وصل الار اكس معي اي جي اقوال في بي عالار اوميتر بعد ما واصل الا ا او بعد ما smells الار اكس هيبقى معي الاي اقوال في بي اوور الار اوميتر بلاس ايه? بلس الار اكس. حالس تمام? انا دلوقتي هشتغل على ايه? هشتغل على الرول ده. ان انا بقول لك الاي اكوال في بي عال ار اميتر بلس ار اكس. والاي جي اكوال الفي بي عال ار اميتر بس. انا عايز بقى الرول اللي انا هشتغل به. هيبقى معك اعمل ريشيو كده. اي اوفر الاي جي. اي اوفر الاي جي. اكوال مين? الفي بي هتكنسل الفي بي. تمام? الاي انفرس مع ار اميتر بلس ار اكس. والاي جي انفرس مع ار اميتر. بوس كده. الاي جي تحت يبقى ار اميتر فوق. الاي فوق يبقى ار اميتر بلس ار اكس تحت. تمام? يبقى ذال رول التالت من الثلاث قهونين اللي احنا نشتغل بيه. كان معاك اميتر اي جي عال اي اكوال ار اس عال اي اس بلس ار جي. معاك فولتاميتر في جي عال في اكوال ار جي على ار جي بلس ار ام. معاك اميتر هيبقى من اي عال اي جي اكوال الار اوميتر اوبر اوميتر بلاس ايه بلاس الار اكس. تمام? تعال نشوف الكلام ده هنا. ادي الاميتر اهو. الاميتر زي ما انت شايف. بيبقى معاك ادي الار جي في الار سي في الار انون. ده اللي انت اصلا بتحطه عشان تعرف بتاعتها دي مش من بتاعها. في باتري. اللي هالفي بي عندها في بي في ار اي في ار على السمام? طيب تعال بقى نتكلم على اخر حاجة في الاميتر خالص اللي هو بتاع الاميتر. تمام? دي اخر حاجة خالص. اخر حاجة خالص. اه بتاع الاميتر هنا انت بتاع اه ما بيكونش يعني بتكون ايه? مش بتكون ايه كوال لبقى. تمام? على عكس بتاع الاميتر والفولتاميتر والجالفانومتر كان بيبقى لان هناك كانت الانجل دايركت مع الايه? الانجل اوف دفليكشن. كانت بتبقى دايركت مع الانتنس سوفليكتر الاي. هنا بقى هنا. عايز اقول ايه? انا علشان اجيب بتاعت دي بستعينت بالايه? بالسكيل بتاع الكارنت. لان سكيل الكارنت بيبقى يونيفورم سكيل. يونيفورم سكيل. تمام? هنا كده. باضطر اعمل كامل سكيل اتنين. في سكيل اللي تحت ده. اللي تحت بالاحمر ده. ده سكيل الكارنت بيبدأ الزيرو بتاعه من الليفت سايد والماكسيم فاليو هنا في الرايت سايد. دي الاي جي ماكس. يبقى دايما الاي جي ماكس هي اللي في في الجزء ده. تمام? طبعا لما يبقى معاك هنا اي ايكوال زيرو طبيعي الريزيستنس تبقى باليو كبيرة جدا صح? يعني فوق للاسكيل بتاع الريزيستنس بتقول ان هي ايه? يعني ما لقى ايه? ما لنهاية. تمام? هنا كده الاي جي ماكس. فقدامه الريزيستنس تبقى كام? فاكر الاي جي ماكس الاي جي ماكس. كنت بقولك ايه? الاي جي ماكس بتبقى موجودة قبل بفور كونكتنج الار اكس. يعني الار اكس اللي فوقه كانت كام? كانت زيرو. فانت هتفهم على طول ايه? ان اللي اللي فوق ده يخص مين? ار اكس. اللي سكيل اللي فوق يخص الار اكس. اللي سكيل اللي تحت الكارنت. الكارنت تمام? بيبقى معاك اي جي ماكس واحد بس. اللي هو قدام الار اكس بزيرو. اللي هي مسلا هنا فور هندرد. ماشي? لكن مسلا التو هندرد ديت الهندرد ديت الفيفتي الزيرو. الحاجات ديت اي 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 اي. فاكر رول الاميتر اللي انا كتبت لك اي اوبر اي جي اكوال مين? ار اوميتر? عال ار اوميتر? لس ار اكس. فمعاك اي جي واحدة بس. اللي هي قدام زيرو الار اكس. تمام? يبقى تاني كده? اللي بتاع الاوميتر. سكيل الاوميتر. سكيل الاوميتر بيبقى يونيفورم ولا نون يونيفورم? نون يونيفورم سكيل. ليه? لان هنا مش بتوين الار والاي وخلاص انفرس. لا. انت هنا الكارنت الكارنت بيبقى انفرس مع مين? الكارنت هنا انفرس معه ها? التوتل رزيستانس not the unknown resistance only. يعني انت دلوقتي بتقول لي ايه? ان الاي اكوال ذي بي عال ار اوميتر ار اوميتر بلاس ار اكس. فالاي ده انفرس مع الار اوميتر بلاس الار اكس كتوتل. تمام? مش مع مين بس? مع الار اونون. لكن بص انت جايب ايه اصلا هنا? انت هنا جايب مع الار اكس? فهنا ده السبب اللي بيخلي لك الايه? ال اوميتر سكيل بيبقى non uniform سكيل. non uniform ايه? non uniform سكيل. خلاص سمام? اه ده كده السكيل? السكيل بقى بيبدأ ايه? بيبدأ الزيرو بتاعهم من الرايت سايد. بيبدأ بتبدأ كبيرة وبتبدأ ايه? تصغر كل ما بتبعد لايه? عن الزيرو. ماشي? يعني انت شايف ايه? السكيل واسع لقات ما يوصل للرقم. بعد كده بيقل شوية. يقل اكتر يقل 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 كل ما بتوصل لايه? تعرب للانفراتي. خلاص سمام? ده كده بخصوص بتاع مين? السكيل بتاع الاميتر. جميل? طيب. نقطة صغيرة بس ونختم بيها. ايه النقطة ديت? ان انت هنا. وهنا كده. الار اكس كام? الار اكس زيرو. يبقى الاي جي ده عبارة عن اي جي ماكس. فده كده بالنسبة لك الفول سكيل دي فليكشن. الماكسيمم فاليو. تمام. مثلا فاليو زي دية اللي هي التو هندرد. اللي هي التو هندرد. التو هندرد كان بالنسبة للفور هندرد. تو هندرد الهاف بتاع فور هندرد. نصها صح? فدايما بقى اتعود ايه? ان انت سواء رول الاميتر الفولتاميتر الاميتر اي ريشيو عندك هتتشال. اي ريشيو عندك هتتشال وتحط مكانها ايه? يعني انت هتشيل الريشيو اللي موجودة اللي هي ايه? ماشي? انت معاك هنا الاي بكام? بتو هندرد. الاي جي بكام? بفور هندرد. يبقى ده مع ده تلاقي ان الاي اوفر الاي جي اكوال كام اكوال هاف. ده اسمه ايه بقى اسمه الديفليكشن. ديفليكشن الايه? البيتر. الديفليكشن بتاع مين? البيتر. هنا مسلا تمام? فيبقى الديفليكشن هنا طب بص كده هندرد على يبقى الكوارتر كوارتر سكيل ديفليكشن. تمام? طب الحاجات دي تفيدني بايه? الحاجات دي تفيدك في حاجة مهمة. ان انا ممكن ما اديلكش الرقم ده. اللي هو يبقى ار مين? ار اكس. اه. وممكن يعني انا مش هديلك الار اكس ديت بس هديك الار ديفايس. هديك الار ايه? الار ديفايس بتاعت الاوميتر. ماشي واعمل ايه? وعايز انا الار اكس ديت. شايف الار اكس قدامها اي بايه? بتو هندرد. فانت من الفجر بتبدأ تشتغل. تقول ايه? ايه? عال اي جي اكوال ايه? اكوال ها? ار اوميتر على الار اوميتر بلس ار اكس. بص عشان ما لا بطاكش. خلينا نجيب الايه? الار اوميتر من هنا. نجيب الار اوميتر. ماشي? انت معك دلوقتي الاي بكام? الاي بتو هندرد. الاي جي فور هندرد. ما حيسا عاملين? تو هندرد على فور هندرد بكام? بوان اوفر تو. اللي هي هاف. الهاف بايكوال مين? ار اوميتر على الار اوميتر بلس الار اكس. طب الار اكس كام? انت بقى بتاخد الار اكس الانون اللي هي قدام الاي اللي انت اخترتها. يعني انا اخترت اي بكام? بطو هندرد. يبقى الار اكس اللي عندي كام سري هندرد. آآ سري ساوزن ايه? سفن هندرد فت. تمام? من هنا انت ممكن تجيب مين? الار اوميتر. ولما تجيب الار اوميتر بقى. ممكن تجيب اي حاجة امنون تانية. ازاي? هو الرول واحد. ايه الرول? اي على اي جي اكوال ار اوميتر على ار اوميتر بلاس ار اكس? هتحل بيه اي حاجة. تمام? آآ طبعا انا برضو انا بشرح. مش بحل معاك. هنا. تمام? اللي هيزبط لك الدنيا هيكون ايه برضو فيديو الحل. خلاص تمام? اخر حاجة بس انا هكتبها لك هنا. معلش. هكتب لك التلات قوانين بقى اللي هم ايه? اللي انت المفروض تحل بيه. اللي انت تحل بيه. اول حاجة. اميتر يبقى تيجي يجي في بالك ايه? اي جي اوبر اي اكوال. ار اس اوبر الار اس بلس ار جي. طيب تاني واحد. الفولتاميتر. يجي في دماغك على طول في جي على ال في اكوال ار جي اوبر الار جي بلس اي بلس ار ام. اخر واحد. الاوميتر الاوميتر. هتعمل اي اوبر الاي جي اكوال ار اوميتر اوبر ار اوميتر بلس ار اكس. انا قلت لك في بداية الشرح وبداية السيشن بتاعك في الفيديو ده ان انت معاك تلات قوانين بيحلولك كل اللي موجودة في هما دول. اعرف التلات قوانين دول هيحلولك كل حاجة في الاميتر كل حاجة في الفولتاميتر كل حاجة في في الاوميتر. تمام? اه انا عارف ان الجزء طويل عليكم شوية بس سهل. تمام? هيتزبط امتى? مع فيديو الحل بازن الله. انا هنا بس شرحت كل حاجة في وعرفتكم كل حاجة في النظري في اللي انت هتشغل عليها وكده. بس بازن الله فيديو الحل اللي هو اللي هيزبط لك كل اللي موجودة. كل حاجة وكل فكرة وكل حاجة ان شاء الله هتتزبط فين في فيديو الحل. تمام? مهمتك بس ان انت تذكر الشرح كويس بحيس ان انت لما تيجي تسمع فيديو الحل تلاقي نفسك فاهم انا بحل ايه. خلاص تمام? معلش بقى طولت عليكم النهاردة في الفيديو ده. آآ بس عشان نخلص كده الشابتر بازن الله نبدأ بقى في المرة الجاية في السيشن الجديد كده نبدأ شابتر سري. خلاص? آآ زاكر كويس بقى ربنا معكم. كان معكم دكتور صاف علي مستر الفيزيكس مع الف سلام.